اشتركوا في القناة الذي يأتيكم مباشرة على إخبارات التليفزيون الجزائري وعلى مدار ثلاث ساعات ابتداء من الآن سنناقش عدة ملفات ومحاور بداية بملف الأمن وسلم المرورية وسنناقش اليوم خطر السياقة في المناطق الصحراوية حوادث المرور بين التوعية والتحسيس وكذا الإجراءات الردعية إلى ملف الطاقات المتجددة وواقع الانتقال التقاوي في الجزائر سنناقش إذن موضوع صناعة الهيدروجين الأخضر الذي يعد من الأهداف الأولوية للدولة إلى جديد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لعمال الأجراء وسنناقش جديد نظام التقاعدي للجالية الوطنية بالخارج إلى ملف التعليم العالي والبحث العلمي وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسات المصغرة إذن وفي إطار الأيام التحسيسية للمقاولاتية بمناسبة الأسبوع العالمي للمقاولاتية ولنا أيضا مباشر ومواكبة للحدث الثقافي الدولي إذن وفعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين نقرأ لننتصر السباح الرياضي حاضر معنا ومحطتنا الإخبارية حاضرة على رأسي كل ساعة قبل مناقشة كل هذه المواضيع والملفات ورقة لأحوال التقس مع الزميلة سابرين العوفي بوزيان ثم لنعودها موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معنا مشاهدين الكرامة صد الله صباحكم بكل خير مساحة الأرصاد الجوية ترتقب دائما أجواء متقلبة على المناطق الشمالية مرفوقة بزخات من الأمطار الرعدية نحو سواحل الوسطى والشرقية قد تبقى معتبرة خلال هادي صبيحة ثم تحسن تدريجي خلال أواخر النهار من حيث الأمطار السحب السفلة تبقى حاضرة أيضا على المناطق الغربية وكل الهضاب العليا تكون مرفوقة بأمطار على فترات أحيانا رعدية ومحلية بالنسبة للهضاب الوسطى تكون الأمطار على شكل زخات رعدية محلية بمطقة الأوراس بينما ضعيفة بالمناطق الغربية سحب عابرة على كل الجنوب الغربي على شمال السحراء والواحات وصفاء بالسحراء الوسطى إلى غير أقصى الجنوب مع تطير للرمال محليا بأقصى الجنوب درجات الحرارة خلال فجر النهار اليوم كانت باردة تروحت ما بين 5 إلى 9 درجات بالمناطق الغربية 7 درجات سجلت بالجلفة 12 بسوحلة الوسطى والشرقية وجنوبا كان أدنى مقياس بـ 12 درجة نحو بشار 10 درجات فقط نحو جانات 19 كالا مقياس بالسحراء الوسطى فيما يخص الحرارة قصوى خلال ظهيرة اليوم ستكون منخفضة مقارنة بالأيام الفارطة حيث لن تتعدى 13 فقط بالبيت 19 بالعاصمة 20 درجة بعنبات 18 بيديزي وزو قسنطينا باتنا 22 درجة بوهران وتنمسان ترتفع بدرجة واحدة نحو بشار غردايا 8 راست وشانات 29 درجة بيديزي وإنميناس 25 درجة بورغلا بينما تتراوح ما بين 30 إلى 33 درجة نحو الصحراء الوسطى وأقصى الجنوب البحر خلال نهار اليوم بإذن لا سيكون قليل الإتراب بسواحل الغربية رياح ضعيفة بينما بسواحل الوسطى والشرقية البحر سيكون مضطرب مع رياح معتدلة تأتينا شمالية تماما إلى شمالية غربية بالنسبة ليومي الغد بحول الله دائما نبقى نسجل أجواء متقلبة مرفوقة ببعض الأمطار المحلية تكون على شكل زخات نحو سواحل الوسطى والشرقية قد تكون مستمرة خلال صبيحة ثم تحسن تدريجي ابتداء من أواخر الظهيرة الأمطار ستكون متفرقة بالنسبة للهضاب الوسطى على شكل أمطار عادية بالمنطقة الأوراس بينما سحب عابرة بالنسبة للمناطق الغربية مرفوقة بضباب خلال الصباح الباكر سحب عابرة أيضا ستشهدها الجنوب الغربي إلى غاية شمال الصحراء والواحد وصفاء بصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب رياح قوية نسبيا ستميز كل الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب مرفوقة بزواب عرمدية محلية درجة الحرارة تقرب المعدل الفصل يوم الأربعة وكذلك يوم الخميس نبقى نسجل أجواء متقلبة طرة صفاء طرة صحب عابرة قد تكون مرفوقة بأمطار محلية خاصة خلال يوم الخميس نحو المناطق الغربية وكذلك خلايا رعدية ستنشط خلال أواخر يوم الأربعة ويوم الخميس بالهضاب الوسطى ومطقة الأوراس قد تكون مرفوقة بأمطار محلية نفس الوضعية الجوية بالمناطق الجنوبية عن وقت شروق الشمس أقول بالنسبة لي نهار اليوم كان على مستوى العاصمة في حدود ساعة سابعة وواحد وعشرين دقيقة أما الغروب بحول له سيكون في حدود الساعة الخامسة مساء وواحد وأربعين دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعة طبا يومكم وفي أمان الله موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل بداية مشاهدنا بملف الأمن والسلامة المرورية وسنناقش في عدد اليوم مخاطر السياقة في المناطق السحراوية أو خصوصية السياقة في المناطق السحراوية أيضا حوادث المرور بين التوعية والتحسيس وكذا الإجراءات الرضعية إذن للحديث في الموضوع أسعد بصدافة السيدة جميلة أبو بكر مكلفة بالإعلام بالمنذوبية الوطنية للوقاية من حوادث المرور صباح النور سيدتي شكرا تلبية الدعوة صباح الخير زميلة الميار شكرا على الدعوة وصباح الخير لكل مشاهدنا في برنامج هذا الصباح شكرا جزيلا إذن خصوصية السياقة في المناطق السحراوية هو موضوع عدد اليوم يعني ربما هناك عدة نقاط يجب تنبيها وإعادة ربما تذكير وتحسيس خاصة سائقي في هذه المناطق صحيح زميلاتي الميار نعود ونذكر دائما سوق تواعنا وفي المرنامج برنامج مستطر للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق فيما نبدأ بالمناطق الداخلية السحليات الداخلية لا ننسوش المناطق السحراوية لأننا نلاحظه في الأسبوع الفارض هذا الأسبوع كان تسجيل كثير كبير الارتفاع في حاوة المرور خاصة في طرق الصحراوية والمناطق الصحراوية لهذا نعود نذكر المشاهدين والسواق المركبات باختلاف أنواعها من وزن الخفيف إلى الوزن التاقيل في المناطق الصحراوية كما نعرف في المناطق الصحراوية تختلف تقس تحى يختلف عن التقس للمدن السحلية أو الداخلية فهناك ارتفاع في درجة الحرارة وهناك انخيفات في درجة الحرارة خاصة في الليل لدينا المسافة التي اقتحها سائق من المناطق الساحلية أو الداخلية إلى المناطق الصحراوية فهنا كطول المسافة وتعرف بأن الحرارة تتأثر على سائق خاصة في طول المسافة نعرف بأن تفوت 700 كيلو و800 كيلو حتى 1700 فوتو أدراء روتين دوف والأخر أقصى الجنوب فهذا دائما نعود أن نذكر السوق تابعنا أن أحوال الطقس بالنسبة لمدن الداخلية أو الساحلية تختلف عن المناطق الصحراوية فهناك دائما لازم نعود أن نذكر بأن هذا السائق يرى الأحوال الجوية لعدة نقاط يجب تذكيرها أيضا قبل أن نعرج هذه النقاط سيدة أبو بك نتحدث أيضا عن تأثير حتى المناخ أيضا خاصة لما تكون الانتقال إلى المناطق الصحراوية لمسافات جد طويلة هناك انتقال بيننا قلت بسك قلت لك من المدن الساحلية المدن الداخلية المدن الساحلية قد من أن نرى بطلس المدن الساحلية الارتفاع في درج الحرارة في النهار لكن في اللين نرى إنخيفة في درج الحرارة مع أنت هذه يؤثر على السائق مام هذه الدرجة الارتفاع في درجة الحرارة عندنا إرهاق بالنسبة للسائق نحن دائما نعود أن نذكر بالسائق لازم يأخذ وقت لازم يكون عنده شارك في الطريق سائق أو تنين على حسب المسافة التي سيقتحها هذا السائق للانتقال المنطقة خاصة الأقصى الجنوب فهناك مناطق اللي لازم تكون عندنا مطالعة ولا إطلاع على الأحوال الجوية لأن الإنقلاب الجوي أو معالف دخول فصل الشيطاء فإنه كانت تقلبة جوية يمكننا أن نكون هنا في درجة حرارة مرتفعة ومن ثم تنخافض كغيمة وتعود التقسي يتبدل عليها الطريق مع أنها تكون زوابع يقدر تكون هناك أمطار يقدر تكون هيركريح هذا يؤثر على السياقة في التنقل إلى المنطقة اللي رح يوصلها في الصحراء نعم نتحدث ربما عن الاحتياطات الأولية التي يجب باتخاذها مثلا مراج بداية بمراجعة المركبة باختلاف أنواعها صحيح هناك في البرنامج المسطر قبل المدن المندوبية الوطنية الأمن في الطرق نبدأ بالتحسيس وتوعية السواق في المراقبة الدورية للسيارات أو المركبة أو الشاحنة لازم يكون هناك مراقبة دورية خاصة متنقلة إلى المنطقة الصحراوية لأن الانتقال إلى المنطقة الصحراوية نحن في المناطق الصحرية أو الداخلية تحبس في الستاسيون بون بايسون صارهم قراب على بعضهم ولا تدخل للمدن العمرانية التي تلقى كل المرافق موجودة في المناطق الصحرية أو الداخلية لكن في المناطق الصحرية هناك بعد المسافة لكي تلقى واحد يعاونك لكي ترى عندك الخلل في السيارة لذلك نقول المراقبة الدورية معانتها إذا درت رحت وعاوت ولد دير مراقبة ما تخليش حتى تلحق الفيدانشتائك ولا يلحق المراقبة التقنية تاعك عام ما تخليش المراقبة تاعنا عام معانتنا نقدرون نقصها نقصها حتى تلت شهور باش النيفيتي وقعلي بقبلة مولا شهرين باش هدايا لغيفيزيون دائما تكون تعالي السيارة تعنا وتكون في الوقت وما نتعرضوش العراقي في التنقل الصحراء في كل المناطق الصحراوية كما نعرفو هناك غياب تغطية في المناطق محددة ولكن وبالتالي لما نتحدث عن غياب التغطية للكثير ربما ربما ما يأخذش اعتبار لهذه مشكل غياب التغطية وبالتالي وجوب أخذ الخرائط ربما لمعرفة المسار الذي يجب يتخذ خاصة في حالة حدوث زوابع رملية مثلا نحن دائما نعود نذكر السوق خاصة المتنقلين إلى المناطق الصحراوية أنه ضرورة ضرورة كما ترفض القراءة أو لا ترفض الخريطة معك بس كل خريطة هي ما صارك الأول هو المآل في حال عدم موجود التغطية لأن دايما نشوف نحن يابل السواح ولا السواق ولا متنقلين إلى المناطق الصحراوية يقدر يكون هذا المتنقل ولا سائق يعرف هذلك المناطق يجب قبل ويقدر يكون مئة بالمئة على تكنولوجية الحديثة على ندام جي بي اس أيضا لمعرفة ربما المسار والطريقة الصحيح أيضا دائما دائما نحن قاعد المواطنين جزائري ولا قاعد المواطنين العالم ندائما نتكلودك على الجي بي اس التكنولوجية الحديثة لكن ننسى ربما التغيرات في الأحوال الجوية هناك زوابع هناك رياح قوية وفي بعض الأحيان تسحب معها رمال وحتى قارعة الطريقة تكون مغططة تماما بالرمال وبالتالي يصعب على سائق رؤية تلك الطريق دائما زميلتي نمية السائق سائد توجغ كما سبقنا وقلنا عنده اطلاع بالأحوال الجوية إذا كانت هناك زوابع في مناطق معينة ويعرف هو الطريق يحبس يحبس توجغ المنطقة لقبل إذا كانت الغدوة هل يوم كانت من يحبس حتى قلبة الجوية ما بين ساعة أو ساعة أو كاين نحن دائما نعود ونذكر بالذي دائما كاين هناك أخطار في الطريق الصحراوية نبدأ ها بالتغيرات الجوية أو كما قلت الزوابع الرملية التي تغطي تماما المعالم طرقات معينة يقدر يرح في متاها هذا يستطيع يرح في متاها من حيث تصل سوف دائما نقول استند إلى الخارطة دائما تكون هي الأولويات من الأولويات التي ترفضهم في السيارة للرجوع إليها في حالة عدم وجود التغطية في الطريق أيضا التحلي بثقافة أيضا ربما الاطلاع على النشريات الجوية قبل الخوض إلى تلك الرحلة أو اتخاذ مسار نحو المناطق الصحراوية أيضا حتى معرفة ربما معرفة أو دراية مسبقة بالحالة الجوية لتلك المنطقة الصحراوية مثلا نحن دائما نعود في المناطق الصحرية ونطالع على النشارات الإخبارية لنطلق من مكان لنعرف حالة الطقس في هذه الولاية إذا كانت مدن صحرية هذا ونذكر سوق في المناطق الصحراوية أن نعود للأحوال الجوية ومراقب إطلاع على حالة الطقس في هذا اليوم أو اليوم الموالي بسكرة السائق سيروح ويعود ولي هل سيقضي في المنطقة الصحراوية سيقضي ثلث أو خمس أو سمان أو شهر على حسب المآل في الفترة التي سيقضيها في الصحرة في الدهاب والإياب حتى الإطلاع أيضا على نظام الجي بي أس كما ذكرت السيدة أبو بكر يجب أن يكون أيضا ربما إطلاع افتتاح موسم السياحة السحراوية ونرى توفد كبير لسواح خاصة الأجانب وحتى المحليين أيضا نرى جميع العائلات يبرمجوا عطل نهاية الأسبوع العطلة أيضا الشتوية في المناطق السحراوية السياحية خاصة للاستمتاع والاستجمام بجمالها لكن ربما هناك احتياطات استباقية يجب ربما الأخذ بها مثلا الإطلاع المسبق كما ذكرنا على نظام الجي بي اس بنسبة ذلك المسار الذي نود أخذه مثلا لما نكون في الفندق أو قبل يعني أين هناك تغطية نشوف ربما المسارات الحمراء المسارات الخضراء مثلا حتى تكون لدينا دراية مسبقة ولو حتى راحت التغطية أكيد سيكون محامل بالخريطة لكن مش عيب أن نطالع على نظام الجي بي اس المسبق صحيح الأمن عبر الطرق وهو التخطيط إلى البرنامج المسطر في فصل الشتاء والتزامن والعطل نهاية السنة مع انطلاق موسم السياحة السحراوية هناك عدة ترويجات سياحية هناك أيضا عدة ترويجات لوجهات سياحية في المناطق السحراوية وبالتالي أكيد هناك إجراءات استباق يجب الأخذ بها لتفادي حوادية المرور لتفادي ربما كورث من أنواع أخرى صحيح هناك البرنامج المسطر من طرف المدوبية الوطنية للأمر في الطرق وهو البرنامج المسطر من خلال دخول فصل الشتاء ونهاية السنة الجارية 2024 ودخول السنة الجديدة 2025 فهناك وجهة كثير من الأفراد العائلات وخاصة مع التزامن والعطلة الشتوية للأطفال والسياح مع البرنامج جل أخر نشاهده دائما إقبال كبير سواء سياح الأجانب حتى سياح المحليين أيضا سواء من المواطنين الجزائريين من اختلف المدن الساحلية والداخلية وأيضا الصحراوية الذين يكون دائما أن السكان الصحراء هما سنتعنى في السياحة صحيح وأحيانا سكان الصحراء هما يكونوا المرشد السياحي خاصة بنسبة السياح الأجانب حتى مثلا لما تذهب المنطقة نسيبوا أبناء المنطقة هما يورونا ربما المسالك السهلة المسالك الوعرة أيضا إذن يجب أيضا الاقتناء ما ننسو الدور المهم للمرشد السياحي أيضا دائما نقول المرشد السياحي هو جي بي ستاك في الصحراء بأن إذا ستلك تغطية بالمرشد ستضيع في الصحراء نقول نوصي أفراد أو أسر هذا دائما نوجه باللي نتخذ مرشد سياحي في المناطق ونعود نذكرهم بأن الجي بي ستاك تكنولوجيا نعمل بها وهو الاستباقي في ملاحظات ورؤية ملامح الطريق أو طرق مسدودة أو مفتوحة فهذا لعدم الوقوع في ضياع أو في المناطق الصحراوية ونقدر نقول بلي بسك إذا كانت مكان تقضية ما تلقع واحد يجوز يشوف باللي رأيك ضايع لكي يرشد لطريق أو المدينة العمرانية تقدر تكون مسافة بأيد بساف يكون عطب في السيارة ينسو نحن نبدأ بالإنسان لازم تكون عندك خطة مسبقة إذا تحت في الورطة هذه خاصة مع العطل الذي يصيب المركبة فهذا دائما نذكر لازم هناك دائما مراقبة دورية للسيارة عندها انتارك في الطريق لا يخسرت والو انتارك في مطاق قال الروط التوعي المناطق الصحراوية المعروفة في درجة الحرافة وإذا كانت هناك أمطار وإستعملت المتاعك لكي يوضح لك الرؤية لازم تعود تعمر لكي تكون لك الرؤية واضحة والاستعانة دائما بالخرائط الخرائط ثم الخرائط صحيح صحيح طيب نقطة مهمة جدا أيضا سيدة أبو بكر وهي خصوصية السياقة في المناطق الصحراوية لكن في الليل صحيح أن السياقة في الليل في المناطق الصحراوية وهو المشكلة الكبيرة والخطيرة هي السياقة في الليل في المناطق الصحراوية لأنه عندنا الحاجة اللولة مناطق صحراوية إذا بدنا نخرج على العمران مكان ما هناك إينارة. حاجة الأولى. إذا كانت الإينارة. السائق يعتمد على إينارة السيارة. يعتمد على إينارة السيارة. وإذا كانت إينارة السيارة قليلة. حتى عبلك الرؤية. لا تكون محدودة. ونحن عربنا بلكين. وهناك عراقيل في الصحراء. وهناك حيوانات مارة. جمال وحيوانات عدوكين. يقدر يكون مباراة شات قارعة الطريق. يقدر الجمل لهذاك الحيوان يأخذ راحة فوق الطريق. ولكن المناطق الصحراوية سخونة. هل الحيوان يحب يروبوزي في الطريق؟. ولكن الرمل سخون. يقدر تطح فيه. تدير حادث مرور. وفجلت عدة حوادث مرور. مثل هذا النوع أيضا. نحن دائما نقول المرتبة الأولى في الحوادث المرور في المناطق الصحراوية. هي العراقيل الموجودة على الطريق. من حيوانات أو تغيرات في طاقة الطقس. معنطها الزوابع الرملية. يمكن أن يمشي في الطريق. نغمان. ويدخل في الكتبان الرملية. ويتصر على السيارة لا يستعين بأي لا ميكانيكي. لا أخر. في طريق الصحراوي. ومعروف بين المسافة بين مدينة وولاية وولاية. أو بين بلدية وبلدية. مسافة طويلة. قسمنا من ولاية الولاية. في الساحل. لذلك نعود أن نذكر السواق بالأولا يكون هو لياقة للسياقة أولا. ثانيا أن السيارة تكون سيارة مراقبة. وفيها صحيحة الإنارة والعجلات التي تتعوه دائما. بالإضافة إلى حمل أيضا المعدات اللازمة مثل علبة الإصعافات الأولية في حالة لقدر الله حدوث ربما حادث مرور. بالسندوق الإصعافات الأولية هو من الأولويات في السيارة. مع أنتها كل سيارة تكون لازم عندها السندوق الإصعافات الأولية. لماذا نعود أن نقول لهم أن نذكره على الصحراء؟. بس كيف يلحق لك. وليس لك تغطية لتعيط الحماية المدنية أو طالب النجدة. لا لديك تغطية. سوف يكون هناك أم وانتها يد الإصعافات الأولية. نحن لم يصدق لما يكون لديهم تكوين الإصعافات الأولية. على الحماية المدنية. نعم. في الحماية المدنية ندير تكوين لجاميع المواطنين. صحيح. لكن لماذا؟. وهي تكوينت متاحة لجميع المواطنين. لجميع المواطنين. لذلك هي حاجة تقافة. صحيح. هي تأكمل إلى التقافة المرورية نتعلموا تقافك أب إلى إسعافت الأولية على الصت are를 الإسعافة الأولية، لأن الإسعافات الأولية فلا تستطيع أن تعيك بشكل بسيط إسعافات الأولية، فلا تستطيع أن تعيك بالموعدات الأوليةavi تستطيع أن تعيك. خاصة في الفترة الليلية بل في الفترة الصباحية نقدروا نشوفوا معناتها الصورة لهذه الرؤية لهذه السيارة تكون متاحة لكن في الفترة الليلية لو كان ما تكونش عندك إضاءة وما عندكش خل موتلة الخطر وما عندكش السندوق لإسعافة الأولية بدون تغطية ما راح تقدر تديروا له أموة وما يكون عندك إسعافة الأولية تعرف كيف تسعف إنسان معناتها إذا كانت تعرضت لحد مرور بسيط معناتها هو تدرح خفيف أو أخر تقدر تداهيرك لا يصطل المستوصف اللي في بلدية اللي HE'. مقبل عليها للولاية لك مقبل عليها بس كل مسافة عاوده نذكروا أن المسافة بين بلدية غالتية ولدية ولدية في المناطق الصحراوية هناك أنا صرعي لطويلة لمعنيkeeping ب Battery ل spin pretty much had to use to be kept off inures خcies يمكن من التسкую إلى ولدية وأ возможно استطيع你گ擊 الإم encounters كارية مع العامة يمكنك صويا الابعظ therapist لربطة هذه الإمكانة بالسخل عراقال بكثا مرات والحادة نستطيع أن نرتكبها خاصة مع السواق الذين لا يعرفون ما هي المنطقة. لماذا نقولوا دائما استعين بالجي بي اس من التكنولوجيات أو لا كانت خريطة دائما عندك خريطة الطريق. لكن إذا كانت تلك الطريق لا تكون زوابة رملية. لماذا دائما نقولوا إذا شاهدت باللي هناك زوابة رملية نرى مرشد سياحي أو في هذا الفندق الذي نعنا فيه. يعرفوا المناطق صحيح. سكان الناس للجنوب يعرفوا. ما أنت هذه الزوبعة. يعرفوا ما هو حال الوقت تحتها. إذا ساعة أو ساعة أو نهار يقول لك ما تمشيش. هوي النصحك باللي تقعد. خير من حتى تتعرض للتدخل في متاهة في الصحراء والضيع. ولا تتعرض لحادث مرور مميت. لا قدر الله. هذا دائما نحن نعود نوصيه وسوق تواعنا بالليل إرشاد. ولا أخذ النصائح من طرف سكان الصحراء. يقدر ينجي إنسان من حادث مرور. يقدر من الموت الحتمي في حادث مرور أو ضيع في الصحراء. وخاصة المناطق صحيح. ونعرفها بالحال تقسل الحرارة مرتفعة. إذا كان عندك المقليل وكنت عائلة. ما انتهى رح للأكل والأشرب. كان هذا هو سؤال موالية سيدة أبو بكر أيضا. يعني مش فقط نحن تتكلمنا عن أهمية علبة الإسعافات الأولية. لكن هناك معدات أخرى مهمة جدا. خاصة وكما ذكرنا أنه نحن في موسم السياحة الصحراوية. وبالتالي نشوف توافد كثير من العائلات للمناطق الصحراوية بمختلف واجهتها السياحية. بالتالي هناك ربما ناس عندهم أو سواق عندهم مرض مزمن مثلا كمرض السكري مثلا الضغط الدموي إلى آخره. وبالتالي يجب معدات أساسية. يجب الإنسان يأخذها معه أو يأخذها معه في حالة ما إذا انتقل إلى هذه المناطق. يعني الماء شيء ضروري جدا. يعني أخذ القسط الكافي أو الكبية الكافية من ماء الشروب. قسط قليل ربما من الماء خاصة بالنسبة للناس نعم وتعب وإرهاق أيضا. أنا دائما نقول الماء هو الحياة. نعود أن نقول الماء هو الحياة. دائما نعود أن نصيص. خاصة اللي عندهم مرض السكري. عندها يلاقوا نرفض الماء. يقدر يتعرض النوبة للسكري. يهبط له السكر ولا يطلع له السكر. دائما تكون عندهم لأبارات تحت السكر لكي يقس ضغط تحت السكر تحته. أو عندهم ضغط دم لأبارات تحته لكي يقس ضغط الدم لكي يروبوزي. ولكن يقدر الدرجة للحرارة ترفع له الضغط. صحيح. ولكن خاصة اللي لا يتنقل المناطق الصحراوية. أكيد. وعندنا ثاني إذا كان هبط له السكر. معنا دائما تكون عنده معقولات أو سكر أو حاجة فيها سكريات لكي يعود تفعيل. يقدر يدخل هذا السائق في غيبوبة في طريق الصحراوي. يقدر يدير حادث مورور ويعرض الآخرين الخطر. نحن دائما نقول الاحتياطة الواجب يتأخذها خاصة السائق اللي عنده أمراض مزمنة مثل الضغط السكري أو الكيلة أو الضغط الدم. دائما عندك ماء شاروب معاك أو أكل فيه سكريات. ولكن لماذا تقدر تكون في هذه المنطقة يتقل فيها ويأتي تزاوباعة. أنت دائما تذهب دائما للسكان. للمناطق الصحرية نقاو سكين في الأرياف وخارج المدن. نذهب لهم. نتقرب لهم. قد نأخذوا قصة من الراحة. لا يريد أن تذهب على الرملية حادية. ولا لنكمل طريقا. دائما يكون لديك مشرب ومأكل للأوقات الصعبة كما نقول. صحيح. صحيح. وبالتالي ضرورة تكثيف الحاملات التحسيسية والتوعوية أيضا. خاصة بالنسبة للسواق لهذه المناطق. ونحن كلنا نعلم خصوصية السياقة في المناطق الصحراوية. وهذا ما تسعى إليه المدرية المندوبية الوطنية للأمنة في الطرق. مع شركائها في الميدان من الشرطة والدرك الوطني والجمعيات والإعلام. 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 والإشهار والأخر. سبقنا ودرنا البرامج التحسيسية. خلال الوامضات الإعلامية والنشارات الأخرى. لا يوجد المساج في التليفون والسياقة في فصل الشتاء والمناطق الصحراوية. هذا ما نباشره فيه. الإعلام. نحن المساج نقرأوهم. الفيسبوك نطلعوا إليه. مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك والأخر. أمام الفيسبوك. هناك إطلاع كبير للمواطنين الجزائريين على هذه المواقع. ليتبعوهم دائما. وما ما نرى يأخذوا بالعمليات التحسيسية والتوعية. هناك أشخاص في مواقع التواصل يقول لك أحذر هذه المنطقة. ولا بالك إذا كان حادث مرور. ولا كان إنقلاب جوي. ولا تغيرت في الطقس في المناطق الصحراوية. أو في أي منطقة بعد أخرى. ولا هناك كتبان رملية التي تغطي طريق. دائماً لإحتياطات اللازماء للسائق المتنقل إلى المناطق الصحراوية. والحيطة والحذر. الحيطة والحذر. نعم شكراً جزيلاً لك سيدة جميلة أبو بكر ذكر. مكلفة بالإعلام بالمندوبية الوطنية للأمن من حوادث المرور. شكراً جزيلاً على الحضور وعلى هذه الاستفادة. شكراً زميلتي لأميون عبدالقلوس. وقل سلامتكم. سلامتنا جميعاً. شكراً جزيلاً. إذن مشاهدنا فاصل ثم لنعودة. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى إلى ملف آخر. مشاهدنا إلى جديد الصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. وسنناقش في عدد اليوم نظام التقاعد للجالية الجزائرية بالخارج. للحديث أكثر وللاستفادة في الموضوع. أسعد بإصدافة السيد عبديد أمين. مدير فرعي لتأمينات الاجتماعية. بصندوق الوطني لتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. سباح نور السيدي. وشكراً لتلبية الدعوة. سباح الخير. شكراً على هذه الاستضافة الطيبة. شكراً جزيلاً. بداية الحديث. نتحدث عن الانتعاش الذي عرفه قطاع التأمينات الاجتماعية. في ظل رقمنة القطاع. في ظل أيضاً رقمنة الخدمات لتقديم وتحسين أرقى الخدمات. والتكفل الصحيح والجيد للمواطن. والعامل خاصة. نجد التذكير بدور صندوق. دور صندوق الوطني. تأمينات الاجتماعية لهم الأجراء. لدور التأمينات في تقديم تغطية اجتماعية. للمؤمن لهم اجتماعياً. وذوي حقوقهم. ضد الأخطار الاجتماعية. التي يمكن أن يواجهها هذا المؤمن. في حياته المهانية أو حياته الشخصية. اليوم كنا نعلم بهذا المؤمن. رغم معرض لخطر المرض. لخطر الولادة. كنا نعلم عن المرأة. خطر العجز عن العمل. خطر الوفاة. خطر حوالة العمل والأمراض المهانية. وهنا يأتي دور الصندوق. من أجل تأمين المؤمن له اجتماعياً. ضد هذه المخاطر. عن طريق تقديم أداءات وتعويضات. نتكلم عن أداءات عينية أو أداءات نقدية. يمكن تلخيص الأداءات العينية. في التكفل أو تعويض مصاريف العلاج. والتداوي والاستشفاء. لا سيما عن طريق بطاقة شفاء. والأداءات النقدية. في تعويض العطا المرضية. وتقديم أداءات. في حالة العز عن العمل. وحاولة العمل الأمراض المهانية. إضافة إلى دور الصندوق. يعمل الصندوق على تبسيط الإجراءات. عن طريق رقم الإجراءات. وعصراً التسيير. في هذا الإطار. يمكن أن نذكر أن المؤمن لهم اجتماعياً. عندهم فضاء على مستوى الأنترنت. وهو فضاء الهناء. هذا الفضاء يمكن المؤمن له اجتماعياً. من الاستفادة من الأداءات والخدمات. عن بعد. دون عناء التنقل إلى مصالح أو مراكز الدفع. كيف يجدنا هذا فضاء الهناء؟ قمنا بإحصاء بجميع أسباب تنقل مؤمن له اجتماعياً. طرحنا سؤال مؤمن له اجتماعياً. يأتي للصندوق. يأتي الاستفادة. يأتي الاستعلام. لحصولها المعلومة. يقدم طالب التعويض. يأتي خدمات. يعني كاللاتيستاسيون دافيلياسون. وشاهدة الإنتيسابة وغيرها. كل هذه الخدمات. عملنا على رقمانتها. ودناها في هذا الفضاء الهناء. هذا الفضاء الهناء. لدينا عملية تقييم. رأيناها بالنجحة. ونعمل على تطويره. وعلش اليوم. لدينا أكثر من 4 ملايين وستميات مسجل في فضاء الهناء. عدد العمليات فقط 8 ملايين عمليات. بين شهادة الانتساب وطالب التعويضات. قمنا كذلك بتطوير فضاء. يخص أرباب العمل. كمنا مع المؤمن لهم اجتماعياً. نعمل على تطوير فضاء الهناء. هذا تدريجي ينزد فيه خدمات أخرى. رحنا لأرباب العمل. ونطورنا لهم كذلك فضاء. وهو فضاء التصريح عن بعد. سنرجع ونفصل في هذه النقطة. لكن قبل الحديث عن التقاعد. يجب ربما التطرق إلى الانتساب للضمان الاجتماعي اليوم. لأن التقاعد يكون أكيد بعد اشتراك. لمدة سنوات معينة. هذا اللي يعطينا ربما الحق في التقاعد بعدها. نعم. أكثر تفاصيل حول هذه المدة. كم هي عدد السنوات أيضاً؟ لازم نعلم اليوم بالانتساب. انتساب إجباري. يعني انتساب المؤمن لهم اجتماعي للصندوق الوطني. لتأمينة الاجتماعية. وهو انتساب إجباري. ودفع الاشتراكات هي إجبارية بقوة القانون. الآن الاستفادة من التقاعد. هناك بعض الشرط المنصوص عليها في القانون 83-12. المتعلق بالتقاعد. عاماً لازم نعرف السن القانوني للتقاعد هو سن 60 سنة. بالنسبة للرجل. ومعما بالنسبة للمرأة. يمكنها أن تطلب تقاعد عندما يلحق العمر تقاعدها 55 سنة. إذن الرجل هو 60 سنة. المرأة هي 55 سنة. هذا الشرط السن. في 2016 تم تعديل القانون. ونسمحنا. نسمح المؤمن له اجتماعياً. وهذا بالإرادة. يمكن أن يكمل عمله إلى سن 65 سنة. من أجل ذلك. يجب أن يدير طالب. يدير طالب الرب العامل تاوي. فيما يخص عدد السنوات. كل سنة تحتسب 2.5 بالمئة. يجب أن يكون طبيعي. نعطيك مثال. إذا كان العامل خدم عشر سنوات. أو عنده منحة أو معاشة تقاعد. منحة تقاعد. نسبة لها 25 بالمئة. الحد الأقصى لمعاشة تقاعد هو 80 بالمئة. عندما تجد 80 بالمئة. يجب أن تكون خدمت 32 سنة. 32 سنة. والحق للسن القانوني للتقاعد. لدينا مدة عامل. وعندنا السن. هذه الشرطان الأساسية. الشرط آخر. يجب أن يكون دفع الاشتراكات. يعني الاستفادة من معاشة تقاعد. على مدار هذه السنوات. على مدار هذه السنوات. يجب أن يكون لديك عامل فعلي. ودفع اشتراكات. لمدة لا تقل عن سبع سنين ونصف. يعني القبزة يقولك. أنا عادز على العامل. وصندوق الوطني. تأمينة الاجتماعية. خلاص لي منحة العادزة. نقوله بإضافة إلى التعويضات. ليعطيتها لك صندوق. لتحسب فترة شبيهة بفترة العمل. لازم تكون عندك فترة تعامل فعلي. ودفع اشتراكات مقدرة. بسبع سنين ونصف. يعني كذلك كان امتياز مقدم للمرأة. عندها تخفيض. هذا هو السؤال. نعم. تخفيض سنة واحدة على كل طفل. قامت بطربيته لمدة أكثر من تسع سنوات. فارلا. نعطيك مثال. المرأة في عمرها عندها طفل واحد أربطة أكثر من تسع سنوات. تقدر تطرير تقاعد. تحت. أربع او اخمسين سنوات. تحت. تقدر تطلب تقاعد. لها الحق؟ يعني تربى طفل واحد. على حدود ثلاث أطفال. في حدود ثلاث أطفال. بالنسبة لي. يعني في حدود ثلاث أطفال. ولكن عندها ثلاث أطفال ربطتهم أكثر من تسع سنوات. يعني. كي تلحق 52 سنة تقدر تطلب التقاعد التحامل قبل الصندوق الوطني لتقاعد. يعني مستوى الصندوق الوطني لتقاعد. ونعود نذكر كل عام يحتسب بنسبة 2.5% بالمئة. طيب هل العطلة المرضية طويلة المدى تؤثر ربما على التقاعد؟. يعني شوف العطلة المرضية طويلة طويلة المدى. المدة التحالية تكفر بها الصندوق هي مدة ثلاث سنوات. هل هذه ثلاث سنوات تنقص من ربما السن القانوني للتقاعد؟. لا تنقص. تعتبر كفترة شبيهة بالعمل. جيد. كل يوم تقاعد فيه المؤمن له اجتماعيا. تعويضة يومية. يعني يندم نتجه غنالي. في إطار المرض العادي أو في إطار المرض طويل مدى رح يحتسب في سنوات التقاعد. موضوعنا اليوم هو الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد. وهذا بالنسبة للفئة معينة. وهي فئة الجالية الوطنية المتواجدة بالخارج. أكثر تفاصيل على هذا النظام. نعم. اليوم نقولها بكل فخر وطواضع. يعني ما كش بلدان كثيرة لعندها هذا الامتياز. هذا الامتياز اللي جاء في سنة 2022 بمرصوم تنفيذي. يعني مرصوم تنفيذي 22-31-51. المؤرخ في 18 أكتبر 2022. الذي يمنح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج هذا الامتياز. وهو امتياز الانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد. وبين قوس سيليو سمى امتياز لأنه إرادي. امتياز لأنه إرادي. إضافة. وبما العمال الأجراء المتواجدون محليا. هذا هو الفرق. هذا هو الفرق. نشوفه بلدان الجالية الجزائرية. هي مقيمة خارج التراب الوطني. وتقوم بنشاط مهني خارج التراب الوطني. إلا أنها يمكنها الاستفادة من النظام الوطني للتقاعد في بلدهم الأصلي وهو بلد الجزائر. زيادا على ذلك تم تقوية هذا الإجراء. عن طريق تمكينهم الاستفادة من تغطية اجتماعية في إطار تأمين عن المرض وتأمين عن المهمة وبطاقة شفاء. يعني أصبح بالرغم أنهم مقيمون بالخارج. هناك بعض شروط. أكيد سنتحدث عن الشروط. بين بين الشروط أن يكون يحمي الجنسية الجزائرية. عجلولة يكون جزائري. الشرط الثاني أن يكون مسجل في القنصولية الجزائرية بالخارج. ما عنده وطاقة قنصولية. أن يكون عند تاريخ طالب الانتساب العمر التاعو ملحقش يعني 55 سنة. يكون أقل من 55 سنة. وأن يكون يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور في الخارج. وأن لا يكون منتسب في إطار الانتساب الإجباري في الجزائر. شفنا ناس. ما عنده شرمه ما انتساب مسبق بالجزائر. عنده هنا عنده روجيس كوميرس. منتسب ديجا هنا في الجزائر وموقعين في الخارج. هنا لا يمكنني أن يجمع بين الانتسابين. بين الانتساب الإجباري والانتساب الإيراد. إذا توفرت في هذه الشروط فمرحبا. يقوم بالطالب بتاعه. إذا توفرت هذه الشروط. كيف هي عملية التسجيل؟ في إطار رقمنا وتقريب الإدارة من المواطن. لا نقول له لذلك الجارية الجزائرية اللي رأوا في أمريكا ولا كندا. أروح للجزائر ودير طالب بتاعك. قمنا بتطوير منصة رقمية. جيد. في توجه في الفضاء تصريح عن بعض. يعني يدخل على الرابط www.تليديكلاراسيون وقناس وقناس راح تخرج لوخانه. وابة التصريح عن بعض. تخرج لوخانه مكتوب في الجارية الجزائرية المقيمة بالخارج. بطريقة سليسة. بطريقة سليسة. يدخل في هذه الخارنة ونطلب منه يملأ معلومات شخصية. الإسم اللاقب تاريخ الميلاد اسم الأب اسم الأم. وكذلك يملأ وعاء الاشتراك. يعني الأجر الذي يحب يصرح به. لأنه هذا انتساب إرادي. يعني هو يصرح بالأجر تاو. ما كانت علاقة رب عامل وعالمين. الأجر الأدنى ربما. أجر أدنى نعم. هناك أجر تأدنى. لأنك تسبيف الأجور. نعم. ما كاش حد أقصى. ولكن هناك حد أجر. نتكلم على الأدنى. هو ثلاث مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. يعني تروفوه لأسان نمجي. لهو ستين ألف دينار. ستين ألف دينار. ستين ألف دينار يخلص عليها نسبة 31.25% يعني هذا هو الحد المساقف. هذا هو الحد. يخلصها كل تولاتي. يخلصها بالعملة يعني يومون يكونفرتي. يخلصها بالعملة القابلة للتحويل. إذن كي دير عملية تسجيلتها. نحن سنتلقى يأكد تسجيلتها. نحن سنتلقى الطالب على مستوى الصندوق الوطني لتأمينة الاجتماع. نقوم بالمراقبة على مستوى أول. يعني على مستوى الصندوق. نشوف المعلومات على حسب المعلومات التي عمرها المراقبة الثانية تكون على مستوى مصالح وزارة الخارجية. وزارة الخارجية ويشوف يتحق من مصداقية الوثاق التي قم بإرفقها. وبالتالي هو عمل بالتنسيق أيضا مع وزارة الخارجية ومصالح وزارة الخارجية لما نقول لقابة. لكن التحقق من مصداقية الوثائق خاصة. نسخة من بطاقة الكنسولية. نسخة من شهادة العمل. ونسخة من الصفحة الأولى تجوى الصفر. هنا هذه الوثاقية تتأكد منها من قبل مصالح وزارة الخارجية. عند القبول والتأكيد نقوم بإرسال حساب ونتعامل مع الطالب عن طريق الحساب. الحساب الخاص بذلك المواطنة. نقول لطالب تم قبوله ون سنعطي على حسب وعاء الاشتراك الذي قام بالتصريح به. مدة ربما دراسة الملف القانونية هي 90 يوم. القانون خولنا لمصالح صندوق الوطني تأمين الاجتماعي ومصالح وزارة الخارجية مدة لا يمكن أن تتجاوز 90 يوم. لرد على طالب المؤمن له اجتماعي. لرد على المقيم في الخارج. الجارية الجزائرية المقيمة بالخارج. يعني غير يصب يقوم بدفع الاشتراكات في الحساب البنكي. وعملية صب الاشتراكات أيضا سيد عبد هل تتم بطريقة إلكترونية عن بعد أيضا؟ يجب ربما تنقل ذلك الشخص إلى صندوق. هنا القانون واضح. الدفع الاشتراكات يجب يكون من الخارج وبالعملة الصعبة الموني كونفيرتيب. يعني العملة عطينا له حساب البنكي الخاص بالصندوق. يقوم بعملية تحويل الأموال من الخارج إلى الجزاء. طيب ربما بلغة الأرقام سيد عبد يدو عدد طلبات المودع بالنسبة لحد الآن. عدد طلبات التي تلقاها الصندوق أكثر من 1700 طلب. هنا نرى هذا الإجراء. مرشح للارتفاع. نرى الإجراء نجح والعملية نجحت. من بين 1700 طلب قمنا تم قبول أكثر من 664 طلب. من 664 طلب كان 64 فرد جاء الجزائر وسترجع بطاقة شفاء تاهم. هناك 200 طالب تم رفضهم يقبل مصالح الوزارة الخارجية. و500 طالب تم رفضهم يقبل الصندوق. لماذا؟ الصندوق يرفض عنده حجة واحدة. عندما يلقى طالب منتسب لجاء الجزائر. وزارة الخارجية يكون بين أسباب الرفض عندما ترى أن الواتيقة المرفقة لم تتمكن من تحقق من مصداقية التحق. هذه أسباب أو حجج رفض الطلبات. وبالتالي نرجع ربما إلى مختلف خدمات المقدمة من طرف تطبيق الهناء. نرى اليوم تطبيق الهناء هو تطبيق موجه المؤمن له اجتماعيا. يحتوي على عدة خدمات. نذكر على سبيل المثال خدمة التصريح بالعطل المرضية وطالب تعويض العطل المرضية. هناك خدمات أخرى تتعلق بطالب بطاقة شفاء. متابعة سيرورة الملفات. هل تم تعويضها مبلغ التعويض هل تم رفضها. التصريح بالعطل المرضية بالنسبة للمرأة المؤمن لها اجتماعيا. كذلك لدينا استخراج شهادة الانتساب على سبب بلغة الأرقام. تم استخراج أكثر من 6700 شهادة انتساب على طريق فضاء الهناء. لدينا تجنب تتنقل 6700 مؤمن لهم اجتماعيا. ونسهل الحياة للمواطن. لدينا المواطن يأتي المركز الدفاع لتغيب على العمل التاعه. لدينا المواطن يأتي المركز الدفاع سيقوم الترانسفور يخسر. نعمل على تقريب الإدارة من المواطن. يعني توفير خدمات رقمية مجانية على البعد. ويمكن الولوج إليها على مدار الأسبوع 24 ساعة على تنقل مؤمن له اجتماعي المراكز الدفاع. ونحول ها إلى خدمة رقمية عن بعد. هذا بما يخص فضاء الهانا. الاشتراك أو تسجيل في فضاء الهانا سهل جدا. كذلك يجب الولوج إلى رابط www.hana.dz.com تسجيل وطلب منك رقم الضمان اجتماعي ورقم الهاتف. يعني تقوم بتدوين رقم الضمان الاجتماعي رقم الهاتف ويقول لديك حساب على مستوى فضاء الهانا. يمكن الولوج له. جميع العمال الأجراء أيضا. نعود ونفصل في نقطة العطل المرادية خاصة بالنسبة للمرأة. العطل المرادية هناك معالجة كما نقول الرجل والمرأة. معالجة على مستوى الضمان الاجتماعي نفسها. في حالة الولادة ندخل في تأمين على الولادة. الجديد هو لجال الجديد منذ 2020. نقدر أن أصبح للمرأة المؤمن لها اجتماعيا. أو زوجة المؤمن لها اجتماعيا. يعني دوي حقوق المؤمن لها اجتماعيا. يمكنها الولادة على مستوى العيادات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق. اليوم عدنا أكثر من 130 عيادة متخصصة في الولادة متعاقدة مع الصندوق. الآن أصبح للمرأة الاختيار. يترح تدون بعملية الولادة على مستوى المؤسسات الوطنية الاستشفائية. أو على مستوى العيادات الخاصة. ما عليها إلا أن تقدم بطاقة شفاءتها. ترح تقدم بطاقة شفاءتها. أو بطاقة شفاء الزوج التحى. وسيقوم تكفر بها بطريقة مجانية على مستوى العيادة الخاصة. لتذكير لدينا أكثر من 130 عيادة على المستوى الوطني متعاقدة مع الصندوق. بما يخص الوطنية المتعاقدة لها عطلة الأمومة. يقوم الصندوق بتكفل بمدة 98 يوم بنسبة 100%. يعني عطلة الأمومة القانون يخول لصندوق التكفل بنسبة 100% بفترة الأمومة المقدرة بـ 98 يوم. في حالة الوطنة المرضية ندخل ونخرج من تأمين على الولادة ندخل في تأمين على المرض. نقول في حالة الوطنة مرضية مبررة طبيعا من قبل طبيب الصندوق. الصندوق يقدم تعويضات يومية على كل يوم. يعني لا يمكن العام المارس عمله بسبب المرض. هذه تعويضات يومية يقوم باحتسابها من أول الـ 15 يوم بنسبة 50% من يوم 16 وطلع نسبة التعويض ستكون 100% كانت حالة تكون نسبة تكفل 100% منذ اليوم الأول في حالة الاستشفاء تكون في حالة كل مرض يعتبر مرض طويل المادة وفي حالة الاستشفاء يجب تكون ربما التبليغ أو التصريح بالعطلة يكون أيضا مسبق حتى العامل يستفيد من يوم نعرف بالإستشفاء يعطوك على مستوى المركز الاستشفائي الذي يتم إرفاقه إلى العطلة المرادية يعني استشفاء سواء كان أول يوم أو في وسط العطلة المرادية أو في آخر يوم نعطي مثال لن يفهم المستمعين عندك عطلة مرادية 20 يوم كانت اليوم الأول لم يكن الاستشفاء يعني تخلط لك الفحوصات وعطو المستشفاء شدوك شدوك نها يعني كوميا مام هذه الاستشفاء يعني المكوت في المستشفاء الإقامة في المستشفاء جاءت بعض العطلة المرادية نعود اليوم الأول ونقوم بتعود عليها بنسبة 100% من الأجر المرجعي للمؤمن له اجتماعيا وهذا بمجرد تقديم المثيقة المثيقة العطلة المرادية مع شهادة المكوت في المستشفاء جيد طيب نروح للمنصة أخرى وهي منصة التصريح عن بعد المخصصة لأرباب العمل يعني نشوف نحن اليوم مرتدي صندوق شكونهم لأن المؤمن لهم اجتماعيا لأن أرباب العمل ولأن ممتنين صحان متعاقيدين إذن بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا لنهم فضاء الهناء بالنسبة أرباب العمل فضاء تصريح عن بعد يعني رب العمل يأتي من أجل تصريح بالعمال من أجل تصريح بالاشتراكات من أجل القيام بإبليز وإبليغاسون تعوي نحن نحكم نحن طور من نصة رقمية لدات الجائزة الأولى في المحافية الدولية نعم إضافة إلى فضاء الهناء هذا تصريح سيمكن لرب العمل القيام بواجباته عن بعد من مكتبه يعني ما رحش يتنقل للصندق يقوم بتصريح بالعمال يقوم باستخراج شهادة التحيل اللي حيستعملها بولا سوميسون دي دوسي ويقوم بدفع الاشتراكات بطريقة إلكترونية عن بعد يعني جميع العملية اللي موارف يتنقل بها رب العمل مصالح الصندق بشيقوم بها أصبحت متاحة عبر هذه المنصة والتجنب هو عن التنقل إلى مركز الدفع وهذا هو الهدف من رقمناة القطاع وهو يعني كل الخدمات التي كان ينتقل من أجلها أو يتنقل من أجلها المواطن أو العامل المؤمن اجتماعيا هي خدمات تقدم عن بعد طبعا اليوم لدينا أكثر من 400 ألف أربع عمل رأوا مسجل في منصة صريح عن بعد ويستفيد من خدمات يعني ممتنه الصحة كذلك لدينا لهم منصات رقمية هي خدمات إلكترونية ويكون تبادل المعلومات بيننا وبين العيادة عن بعد ما من العيادات الخاصة توقع عيادة جراحة القلب أو عيادة الولادة أو عيادة تذاوب المياه المعدنية النقل الصحي كل ممتنه الصحة المتعاقدين مع الصندوق وفرنا لهم منصة رقمية لتبادل المعلومات وإرسال الفواتر عن بعد دون عناء التنقل إلى الصندوق إذن هو نقضي على أسباب التنقل إلى مراكز دفع تصبح بطريقة رقمية عن طريق منصات رقمية تقريب الإدارة للمواطن الخدمات من خلال رقم الخدمات ورقم أيضا القطاع نرجع إلى توسيع نظام التقاعد بالنسبة الجالية الوطنية كنتم تحدث عن بطاقة الشفاء أكثر تفاصيل عن بطاقة الشفاء المقدمة لهذه الفئة فئة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كيف تتم عملية التعويض عندما يتم تأكيد طلب المسجل ندعوه إلى دفع الاشتراكات عندما يقوم بصب الاشتراكات وجينا المعلومة بطريقة إلكترونية بلقام بصب الاشتراك بطريقة آنية الاشتراكات يكون في السنة الأولى أم هناك كل تولاتي مدني عنده 30 يوم بعد تولاتي المدني تولاتي المدني جنوية فبري مارس عنده 30 أفريل يقوم بصب الاشتراكات عندما يقوم بصب الاشتراكات المرة الأولى نقوم بطريقة آنية بصنع بطاقة الشفاء ما هي امتيازات بطاقة الشفاء الموجهة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج أو ما هي الخدمات المقدمة من خلال هذه البطاقة هي نفس الامتيازات الموجهة المؤمنة واجتماعين الذي يعمل في الجزائر يعني هنا على حد سيوه في إطار تأمين عن المرض في إطار تأوين على الأمم يعني أفراد الجارية الجزائرية المقيمة بالخارج كيف تأتي الجزائر هنا عندها بطاقة شفاء إذا ستستفيد من الأدوية على مستوى الصيداليات المتعاقدة لفوق عددها اليوم 12400 يعني هذا الإجراء موجه للمؤمن له اجتماعيا الذي يعمل هنا في الجزائر ولأفراد الجزائر هناك عدة اتفاقية قمضها الصندوق مع ممتهني الصحة يعني نذكر منها عيادة جراحة القلب نذكر عيادات تصفية الكيلة نذكر كذلك عيادات لولادة نذكر النقل الصحي ندخل محطات التداوي بالمياه المعدنية ومياه البحر ندخل ديوان الوطني للأعضاء الاصطناعية والأجهزة الاصطناعية البصاراتين نظاراتين سيلوت لزوبتيسيان لونتي هذين المتعاملين الصحيين قام بالتعاقد معهم من أجل مجانية هذه الأداءات يعني واحد اللي حبي دير عملية جراحة القلب والعملية الولادة والنقل الصحي لترانسبورصانيتا يرحان دوما يقدم بطاقة شيفا ويستفيد من هذه الأداءات بطريقة مجانية نفس الإجراء ونفس الامتياز نفس الامتيازات ونفس الخدمات لأفراد الجالية الجزائرية في الخارج كي تدخل بلدها الأصلي يعني كذلك يقدر عملية اقتناء الأدوية على مستوى الصيداليات عنده نوردونوس يدعي الوصفة الطبية يرحل الصيدالي يدعي الدواء بتاعه بطريقة مجانية في إطار الولادة كذلك لو كان جاء المرأة الجزائرية لمقيمة في الخارج جاءت لها الجزائر وكان لازم تدعي الولادة كيف تروح للمستشفى ولا تروح لعيادة الخاصة نشوفوا نفس الأداءات نفس الأداءات وتخضع لنفس الشروط ويستفيدوا بنفس الامتيازات وهنا يظهر قوة هذا الإجراء قوة الإجراء لفائدة الأفراد الجالية الجزائرية بالخارج سؤال أيضا سؤال آخر مطروح حول مدة ربما لما الجالية أو أفراد الجالية يدخلوا ويتم الاستفادة من امتيازات هذه البطاقة ليس شرط أنه يكون هذا الفرد يقيم مثلا هنا بالجزائر شرط الإقامة لم يكن شرط واحد يقول لك التداوي ولا لا يمكنك شراء دواء وصفة طبية شراءها في بلده الخارج في أمريكا أو في غنصة ويأتي يقوم بتعويضها لازم يقول لك العمل الطبي يكون هنا في الجزائر كذلك نتكلم على شرط استفادة من تقاعد ولا أسمحتي نعم تفضل هنا يعني بالجارية بالجارية الجزائرية المقيمة الغالية يتمكنهم الاستفادة هنا السن القانوني للتقاعد يتبدل يقول للمرأة 60 سنة والراجل 65 سنة على عكس جزائرين اليوم وعلى لكي نرى يبدأ يسجل في عمر 55 سنة يبدأ يقول لك 50 سنة هنا عندهم امتياز ويقول لك باللي لازم يقوم بصب الاشتراكات هنا ما عندوش يعني شرط العمل العمل الفعلي لكن يرى في الخارج لا يمكن مراقبته ما يمكن شرط هو صب الاشتراكات تاهم الرجل يحق عمر 65 سنة نعم ويكون نحسبوله عدد السنوات التي يقدم فيها الاشتراكات كيف كيف نحسبوها على نسبة 2.5 للعام الواحد من أجل الاستفادة من معاش تقاعد سيلا بانسيون دورترات لازم يكون قدم اشتراكات لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا قدم اشتراكات لمدة تقل عن 15 سنة لا نحن نقول لهم معاش تقاعد نحن نقول لهم من حتى تقاعد هاو الفرق بين إلى الحق سنة 65 سنة وما كانوش عنده 15 سنة هذا هو السؤال يعني كان بعض الناس لمدة أقصها مدة خمس سنوات يعني يقدر يشري خمس سنوات على كوتيزات ويشريهم زي ما عنده عشر سنوات يقوم بضب نحسبوه خمس سنوات اللي قادوا له يقوم بيصبهم إنفاء وحدهم كابيطاليزاسيون أن كابيطال يدفعه يقدر يشري خمس سنوات يقدر يشري ربع سنوات لسنوات عامين حسب الحالة حسب نسبة الأعوام لخصوه سوف يشوف الرجل نقدر نقوله لابدع يقدر يبدع في عمره 64 سنة 64 سنة يقوله نصب بيت عام واحد برك ما عنده نقوله لا لا تقدر تستفيد من حتى تقاعد من حتى من حتى تقاعد الشرطها لازم يكون خمس سنين برك اشتراك عنده عام واحد نزيدون بيعولو أربع سنين أو يلفلاشا دوكاتم أربع سنوات أربع سنوات يعني الحد الأقصى لشراء السنوات هي خمس سنوات نعم وبالتالي ربما هنا نتكلم على ضرورة أيضا تكثيف الحاملات أو الأبواب المفتوحة من طرفكم والحملات التحسيسية والتوعوية ربما للتعريف أكثر وللترويج أكثر لخدمات ومنتجات صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خاصة بإضافة هذه الخدمات وهذه الامتيازات التي تعبر عن قوة الدولة الجزائرية بمتابعة ومرافقة والتكفل بجاليتها الجزائرية عبر مختلف الوطن بالطبع يعني يعمل صندوق يعني ينظم بشاركة كذلك مع قانوات خارج دول الوطن عفوا نعم نعم يعمل صندوق بشاركة مع القنوات تلفزيونية الوطنية ومع الإداعات المحلية ومضات إشهارية ومضات إشهارية تحسيسية وتوعاوية ويعني يعني نعود نذكره بدور صندوق والأداءات والخدمات الممنوحة لفائدة المؤمن لهم اجتماعيا وكل ما يتعلق بالمستجدات يعني النوفو دوسي المستجدات كما نقوم يعني بتنظيم أبواب مفتوحة أبواب مفتوحة على مستوى الوطني بشراكة مع المصالح المختصة على مستوى الولائي ونفي هذه الأبواب المفتوحة كان فرق خاصة يعني متخصصة في الإعلام والتواصل الاجتماعي لتقدم جميع المعلومات جميع حقوق المؤمن لهم اجتماعيا لزوبليغاسون تعم دور الصندوق الخدمات المقدمة من قبل الصندوق كذلك هنا نقطة مهمة نحبنا هو الشباك المتنقل يعني هذه حاجة جديدة درها الصندوق الوطني هذا شباك المتنقل هذه فرقة مختصة من قبل الصندوق يتم تنقل إلى مناطق الدل طرح خاصة المهمة طرح المناطق الدل من أجل تعريف بالصندوق وتقديم بعض الخدمات على مستوى هذه المناطق نعم شكرا جزيلا لكم إذن أذكر سيد عبد الدوامين مدير فرعي لتأمينات الاجتماعية بالصندوق الوطني تأمينات الاجتماعية للعمال للأجار شكرا جزيلا على هذه الاستفادة شكرا موصول لكم نتشرف دائما بهذه الدعاوات شكرا جزيلا إذن المشاهدين ننتقل بكم إلى قسم الأخبار وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة نجوة عبد العزيز صباح النور نجوة صباح الخير لميا صباح الخير مشاهدين الكرام ألقاكم في موعد إخباري بعد الفاصل أهلا بكم مجددا المستهل بملفي التعاوني وممثلة لرئيس الجمهورية يشارك اليوم الرشؤوني الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف بالرياضة في القمة العربية الإسلامية الثانية وتبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط كما تندرج مشاركة الجزائر في هذه القمة ضمن سياق حرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية وتضامنها المطلق مع الشعب اللبناني في مواجهة العدواني الصهيوني الغاشم في التعاون دائما حل صباح اليوم وزير الدولة وزير صناعة المنجمية والجيولوجيا لجمهوريتها الكونغو برزافيل بيار أوباء على رأس وفد هامن وكان في استقباله بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقب هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المشتركة الجزائرية الكونغولية الرامية لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين بمجب الحركة الأخيرة في سلك الولاد والولاد المنتذبين التي أقرها رئيسها الجمهورية السيد عبد المجيد التبون أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية وتهيئة العمرانية إبراهيم راد أمس على تنصيب سعيد أخروف وليا لولاية سكيكدا بحضور إطارات الولاية والفعيلين المحليين وبالمناسبة شدد مراد على ضرورة وضع انشغالة المواطن في صلب الأولوية كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية على تنصيب سليم أحريزي وليا لولاية خنشلة بحضور إطارات الولاية والفعيلين المحليين وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة مضعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالة المواطن مراد أكد أن البرنامج التكملي لولاية خنشلة يحضى بمتابعة شخصية من السيد الرئيس الجمهورية الذي يسعى من خلاله إلى دعم الولاية بمشاريع مهيكلة تسمح باستدراك تأخرها التنموي ورفع جاذبيتها الاقتصادية وبولاية أدرار تمت مراسم تسليم واستلام المهام بين علي بوغرا ولولاية أدرار والعربي بهلول الذي عين وليا لولاية الوادية وتطوير لسبولية تعاوني بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والبنك الدولي استقبل المدير العام للوكالة عمر الكاش وفداً عن البنك الدولي على رأسه محمد نادر المدير الإقليمي للازدهار بإقليمي الشرقي الأوسط وشمالي إفريقيا الذي ثمن دورة الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في تحسين مناخية الاستثمار من خلال مرافقة المستثمرين تجسيداً لمبادرة شتاء دافئ انطلقت بولاية جانيت قافلة طبية تضامنية إلى كل المناطق النائية لفائدة البدوي الروحل العملية تأتي ضمن المبادرة التضامنية للهلال الأحمر الجزائرية ويتم من خلالها تقديم فحوصات طبية شاملة إضافة إلى إعانة تموينية في انتظار تعميم المبادرة على كافة المناطق الجنوبية دولياً وفي تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتقى فجر اليوم عدد من الشهداء والمصابين عندما استهدفا طيران والاحتلال نزحين غرب مخيمي النصيرات وسط القطع كما ارتقى أمس خمسون شهيداً في مناطق شتى من القطع أبرزها في مجازر وحشية في جبالي البلد شمالي غزة منهم ستة وثلاثون شهيداً بينهم خمسة عشر طفلاً وفي مدينة غزة أقدم الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة أسرى بعد إطلاق صراحهم وفي الضفة الغربية اقتحمت قوة الاحتلال مخيمة الجلزون شمال رمالة العملية أسفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين ختم الموجز شكراً لكم على كرمي الإصاء والمتابعة وعود إليك لم يو برنامج هذا الصباح شكراً لك ناجو أيضاً أهلاً بكم مشاهدين في ساعة ثانية من عمر البرنامج إلى موضوع آخر وملف آخر إلى ملف الطقات المتجددة وواقع الانتقال التقوي في الجزائر وكذا استراتيجية الدولة في الاستثمار الخاص بالهيدروجين الأخضر وكذا الطقات البديلة للحديث أكثر في الموضوع أسعد بصدافة الدكتور رابح سلامي مدير الهيدروجين والطقات البديلة لدى محافظة الطقات المتجددة والفعالية التقوي سباح النور سيدي وشكراً لتربية الدعوة سباح النور ونشكركم كذلك على الدعوة وتحية أيضاً لكل المشاهدين شكراً جزيلاً دكتور سلامي بداية الحديث عن واقع الطقات المتجددة في الجزائر اليوم خاصة مع كل آليات الدعم والمرافقة التي وضعتها الدولة طبعاً كما أشرت هناك مجهودات جبارة تقوم بها الدولة الجزائرية من أجل توسيع استخدام الطاقات المتجددة وفي الحقيقة البرامج المختلفة قطعت أشواط كبيرة جداً في مجال إنجازها حيث أنه التحاليل اللي تقوم بها يعني دوري المحافظة للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية عبر مختلف التقارير اللي تقوم بإنجازها وآخرها تم إنجازه في شهر أكتوبر حيث تم جرد يعني كميات الطاقات المتجددة اللي تم إنجازها حتى أواخر سنة 2023 وتحاليل اللي قامت بها المحافظة بينت أنه الإنجازات يعني رأي في تقدم كبير جداً حيث حالياً عندنا حوالي 600 ميجاوات اللي تم الانتهاء من إنجازها وراهي يعني في إطار الاستخدام عندنا في هذا 600 ميجاوات عندنا 570 عفونا 470 ميجاوات من الطاقات المتجددة حيث أنه فيها كمية 50 ميجاوات غير مربوطة في الشبكة وهذه تخص خاصة تزويد المناطق المعزولة ونائية بالطاقة الكهربائية حيث أنه كان السيد رئيس الجمهورية في سنة أواخر سنة 2021 وعشرين أصدى بتوجيهات من أجل توسيع استخدام الطاقات المتجددة وخاصة من طاقة الشمسية على مستوى المناطق المعزولة اللي بعيدة عن الشبكة حيث أنه يتم تزويدها بهذا النوع من الطاقة اللي هو يعني يعطي أكثر فعالية وأكثر يعني نجاعة من ناحية الكلفة حيث أنه تم تزويد أكثر من 13 ألف مواطن بهذا النوع من الأنظمة بالإضافة إلى تطوير كذلك الإنارة الشمسية باستخدام الطاقات المتجددة وهنا كذلك لاحظنا أنه كان هناك تقدم كبير حيث أنه وصلت الإنجازات إلى حوالي 170 ألف عامود كهرباء يشتغل بالطاقة الشمسية وهذا يعني شيء مفرح ومشجع جدا كذلك تم تزويد المدارس بأنظمة الشمسية حيث هذا الأنظمة الشمسية راح تلعب دور كذلك في الجانب البداغوجي لهذا المدارس الإبتدائية حيث أنه التلاميذ يكون عندهم أنظمة اللي يقدروا يعني يفهموا كيفية استخدام هذا النوع من الطاقة ويعرفوا كذلك أهميتها ورح يلعبوا دور كذلك في عملية تحسيس المجتمع بأهمية الطاقات المتجددة نعم بالإضافة إلى هذا عنا أكثر من 420 ميجاوات من الطاقة الشمسية اللي مربوطة بالشبكة وهذه كذلك يعني رحي تعطي دعم الشبكة بنسبة يعني قليلة جدا حاليا حوالي 2 إلى 3% ولكن بإطلاق في سنة في السنة الحالية مشروع 3000 ميجاوات اللي هو مشروع يعني عملاق اللي راه يعني في إطار الإنجاز رح يرفع من كمية الطاقات المتجددة اللي راه مدموجة في الشبكة حيث بعد سنتين حوالي سنتين رح يوصل نسبة إدماج الطاقات المتجددة في النظام الكهرباء الجزائري إلى حوالي 15% وهذا يعني رقم كبير جدا بالإضافة إلى هذا إذا مشينا في وطيرة الإنجاز هذه في السنوات المقبلة رح يعني نتقدم كثيرا في البرنامج الوطن الطاقات المتجددة اللي يهدف إلى إنجاز 15 ألف ميجاوات في أفاق 2035 بالإضافة إلى هذا هناك كذلك قطاعات أخرى رحي ترافق هذه الخطة وإرادة استراتيجية الدولة سواء في المجال الصناعي أو في المجال التكويني أيضا حيث أنه في المجال الصناعي لاحظنا أنه هناك استثمارات رحي قادمة تدريجية دكتور سلامي نتحدث ربما عن استراتيجية الدولة أيضا في الاستثمار الخاص بالهيدروجين الأخضر وأيضا الطاقات البديلة طبعا يجب تنويه أيضا أنه الهيدروجين الأخضر اليوم أصبح مكون أساسي في حزمة في حزمة يعني الانتقال الطاقوي حيث أنه هذا الانتقال الطاقوي اليوم هو في الحقيقة خاصة في الجزائر هو حزمة من الخطط ومن الحلول لتمشي بالتوازي حيث أنه عندنا الفعالية الطاقوية أيضا وهي مكون أساسي لأنه يجب أولا أن نتحكم في الطالب على الطاقة يعني الاستهلاك داخلي للطاقة لأنه هذا هو الذي يسمحنا لكي نقوم بعملية الانتقال الطاقوي في ظروف يعني ملائمة وفي ظروف صحيحة بالإضافة إلى هذا كما تكلمنا هناك طاقة المتجددة ولكن طاقات المتجددة لوحدها لا تكفي لأنه هي عندها خاصية أو مميزة يعني لتمنحها باش تساعد الانتقال الطاقوي لوحدها لماذا؟ لأنه ما هيش يعني موجودة كل الوقت وهي متذبذبة كذلك وهنا يجي دور الهايدروجين الأخضر اللي هو في الحقيقة نوع من الهايدروجين لأنه لدينا عدة أنواع من الهايدروجين حسب الطريقة تنتاجه تكون عنده لون معين والهايدروجين الأخضر هو ذلك النوع اللي نقوم بإنجازه عبر تحليل جزيء الماء إلى هيدروجين وأكسوجين باستخدام الكهرباء ولكن باش يكون أخضر لازم تكون الكهرباء ذات منشأ منطقات المتجددة إذن هنا كيكون عندنا في بعض الأوقات كمية كبيرة من الطاقات المتجددة اللي ننتجوها راح نستخدموها باش ننتجو هيدروجين هذا الهيدروجين نقدرون ننتجو منه الطاقة بعد ذلك يعني هي طاقة كهربائية باستخدام أنظيمة أنظيمة تحليل أخرى وهنا راح يعني نستخدم ذيك الكهرباء في الأوقات لطاقات المتجددة ما تكون موجودة بالإضافة إلى هذا جزيء الهيدروجين عنده خاصية مميزة وهي أنه احتراقه ما فيه انبعاثات تؤثر على البيئة أيضا صحيح هو الطاقة رضيفة أو تسمى الطاقة الخضراء نعم يعني هذه هي الفكرة الأساسية ولهذا عنده كذلك دور يلعبه في نزع أو خفض البصمة الكربونية لبعض القطاعات لصعب إدخال فيها الكهرباء وفي هذه القطاعات في بعض الأحيان نحتاج طاقة حرارية وليس كهربائية بالإضافة إلى هذا نحتاج درجات حرارة عالية جدا والهيدروجين يوفرنا هذا الميزة وهذا الحل طيب دكتور سلامي الاستثمار في الهيدروجين والتقاتل البديل خاصة في الهيدروجين الأخضر ماذا تحقق إلى اليوم طبعا الجزائر كما قلت أولث أهمية كبيرة جدا للانطلاق في شعبة الهيدروجين وفي هذا الإطار يعني في سنة 2022 كذلك كانت توجهات من السلوطات العليا للبلاد من أجل وضع استراتيجية محكمة من أجل تطوير شعبة الهيدروجين النظيف والمتجدد نتكلم على هيدروجين نظيف ومتجدد وهذا بطبيعة الحال بما تمتلكه الجزائر من إمكانيات لإنتاج كذلك الهيدروجين الأزرق اللي هو نوع من الهيدروجين كذلك نظيف وإحنا الجزائر حاليا نرى تنتج كميات كبيرة جدا من الهيدروجين الرمادي اللي هو منتج من الغاز الطبيعي ولكن هذا يعني يتميز بانبعاثات كربونية كبيرة جدا ومن أجل تنظيف هذا أو جعل هذا الهيدروجين نظيف نسبيا راح ننطلق كذلك أيضا في تخزين الكربون هذا اللي ينبعت منه هنا ينتج عندنا الهيدروجين الأزرق أما فيما يخص الهيدروجين الأخضر اللي هو في الحقيقة النسبة الكبيرة لتهتم بها الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر لكما قلت بعد التوجيهات اللي كانت من سلوطات العليا البلاد تم إنشاء فوج عمل يتكون من مختلف القطاعات ومختلف المتدخلين تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم وفي سنة 2023 وصل هذا الفوج لإنجاز هذا الاستراتيجية وخطة الطريق حيث أنه تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء وهنا يعني اليوم هذه الاستراتيجية نقدر نطالع عليها عبر موقع وزارة الطاقة والمناجم أو موقع الإلكتروني لمحافظة الطاقات المتجددة والفعاليات الطاقوية إذن هنا نعطيك بعض التفاصيل حول خطة الطريق التي اعتمدت هالجزائر من أجل الانطلاق في الهيدروجين النظيف والمتجدد حيث أنه الاستراتيجية الوطنية ترتكز على ثلاث مراحل أساسية لتطوير شعبة الهيدروجين المرحلة الأولى التي رأنا فيها اليوم تمتد حتى أفاق سنة 2030 هنا نهتم بإنشاء هذا الشعبة يعني خلق هذا الشعبة لم يكن موجودة في السابق وهنا هناك عدة تدابير التي تم وضعها من أجل الانطلاق التدريجي في خلق هذا الشعبة أول التدابير التي رأنا نعمل عليها حاليا يعني هذا الفوج العامل الذي ما زال يواصل لأعمال في مرافقة هذه الخطة هذه اليوم رأنا في تحضير للأساس القانوني والتقييسي والمعياري ليسمح باش الناس تعمل في هذا المجال بكل أمن وبكل كما نقول بكل جدية وهنا هناك عدة أفواج التي تم خلقها من أجل البداية في كتابة هذه النصوص التي ستساعدنا لكي نمشي في مجال الهيدروجين بالإضافة إلى هذا تم إدراج تدابير أخرى تخص عملية التكوين كذلك وهي عملية مهمة جدا وهي الحلقة المهمة على ما أظن هي الحلقة الأساسية في عملية الانتقال الطاقوي أيضا نعم بالتحديد لأنه ما نقدرون أن ننطلق في مجال معين إذا كان ما عندناش الموارد البشرية المؤهلة والمكونة ومؤهلة وكذلك هناك أيضا جانب آخر الذي ركزنا عليه كثير جدا لأنه أساس كذلك خلق هذا الشعباء وهو فيما يخص مجال البحث هو التطوير التكنولوجي وهذا عبر إطلاق برامج بحثية من جهة وإطلاق مشاريع نموذجية التي هي في الحقيقة ستسمحنا لكي نقوم باختبار مختلف التكنولوجيات والتقنيات التي موجودة حاليا وهذه كذلك هناك جهود كبيرة وهذه من بين أيضا نشطات المحافظة محافظة التقات المتجددة والفعالية التقوية أيضا بطبيعة الحال تجدر الإشارة أيضا أن المحافظة التقات المتجددة والفعالية التقوية هي عضو في فوج العمل الذي يرافق تطوير الهيدروجين في الجزائر وكانت المحافظة لعبت دور مهم جدا في إنجاز هذا الخطط الطريق وكما قلت لك هذا المشاريع النموذجية نقوم أيضا بمتابعتها حيث أنه ستسمحنا لكي ننطلق للمرحلة الثانية لأنه بعد تجرب مختلف تكنولوجيات وتأكد من ملاءمتها للمناخ الجزائري خصوصية المناخ الجزائري سيكون هناك توصيات للمرحلة الثانية التي ستهتم بإطلاق مشاريع صناعية وعلى سبيل المثال إطلاق مشروع ضخم يساهم أيضا في تخزين التخزين الطبيعي للكربون أيضا أكثر تفاصيل عن هذا المشروع طبعا الجانب هذا كما تحدثنا سابقا على الهيدروجين الأزرق هو جانب مهم جدا وهنا يجدر كذلك تأكيد على أن الجزائر كان عندها انطلقت في تجريب هذا النوع من الحلول منذ سنوات يعني منذ عشرات سنوات حيث أنه كانت هناك أول تجربة في الجنوب الجزائري من أجل تجربة تخزين الكربون ونظن باللي هذه راح تسمحنا باش تكون عندنا يعني خبرة اللي راح تساعدنا في المستقبل لأنه يجدر الإشارة أيضا أنه الهيدروجين أو تطوير الهيدروجين الأزرق في الجزائر مبرمج ابتداء من انطلاق من سنة 2030 حيث كما تحدثت راح ننطلق في إطلاق بعض المشاريع الكبيرة من أجل إنتاج الهيدروجين النظيف والمتجدد وهنا هناك الخطات القاسمة إلى جزئين أساسيين الجزء الأول ليخص تصدير الهيدروجين الأخضر محول أسواق الخارجية وهذا البرنامج يهدف إلى الوصول إلى طاقة طاقة إنتاجية نتاع الهيدروجين الأخضر في آفاق 2040 اللي راح تصل إلى طاقة إنتاجية تناهز الواحد فصل اثنين مليون طن سنويا بالإضافة إلى هذا نهدف إلى تطوير الهيدروجين الأزرق أو الاثنين معا من أجل الوصول إلى طاقة إنتاجية تناهز 300 ألف طن سنويا وهذا كذلك من أجل استخدامها على المستوى الداخلي حيث هناك كذلك لا يخفى على الجميع أن الجزائر كما قلت سابقا تنتج حاليا كميات كبيرة من الهيدروجين الرمادي الذي نستخدمه في عدة قطاعات صناعية من أهم القطاعات هو قطاع البترول والغاز حيث أنه تستخمل على مستوى أماكن الإنتاج بالإضافة إلى هذا هناك كميات كبيرة جدا تستخدم في إنتاج الأمونياك والميتانول اللي هما يعني ديبخوذوي يعني مهمين جدا بالنسبة للجزائر حيث أنه الكميات اللي راي تصدرها الجزائر الخارج حاليا هي كميات معتبرة وكذلك هناك على مستوى السوق العالمي رح يكون هناك في المستقبل طالب على الأمونيا الخضراء والميتانول الأخضر من أجل خفض البسمة الكربونية لبعض القطاعات وهنا الجزائر كذلك تهدف أو تصبو إلى إدخال الهايدروجين أخضر تدريجيا على مستوى هذه القطاعات الصناعية هناك أيضا طموحات يعني على المستوى على المدى الطاويل أنه نستخدم كذلك الهايدروجين النظيف ومتجدد في إنتاج الكهرباء أيضا حيث أنه حاليا الكهرباء الجزائريات تنتج بصفة كبيرة جدا باستخدام الغاز الطبيعي وفي إطار عملية الانتقال التقوي الجزائر أيضا عندها أهداف استراتيجية حيث أنه عندها الهدف كما أنها عندها أهداف مناخية البيئة أيضا البيئة والليزونجاجمون تاع الجزائر على المستوى العالمي في إطار الحفاظ على المناخ ولكن عنا أهداف استراتيجية أخرى كالحفاظ على الغاز الطبيعي والمواد البترولية وخفف الاستهلاك الداخلي من هذا النوع من الطاقة وكذلك أيضا برامج جد استراتيجية بالنسبة للتحكم في الطاقة خاصة أنه أصبحت الجزائر اليوم تعبر أو تعد مصدر أمن طاقوي خاصة لأوروبا أيضا هذا صحيح إذن الجزائر كمورد موثوق للطاقة نحو الأسواق العالمية وخاصة السوق الأوروبي عندها كما هو معروف الجزائر دائما يعني فيما يخص توريد الطاقة وبما أنه عندنا كذلك تزايد مستمر كذلك في الاستهلاك الداخلي للطاقة السلطات العمومية ومختلف الهيئات التي تعمل في هذا المجال وضعت عدة برامج وعدة خطط انطلاقا من السنوات الأوائل الألفينيات حيث أنه القانون الخاص بالتحكم في الطاقة تم إدراج داخله عدة تدابير في مختلف وعدة برامج في استهلاك الطاقة شكرا جزيلا لكم الدكتور رابح سلامي أذكر مدير الهيدروجين والطاقة البديلة وهذا بالمحافظة للطاقات المتجددة وكذل فعالية التقوية شكرا جزيلا على الحضور وعلى هذه الاستفادة العفو شكرا جزيلا مشاهدنا فاصل ثم لنعودة اشتركوا في القناة شكرا جزيلا اشتركوا في القناة من آخر مشاهدنا إلى ملف التعليم العالي والبحث العلمي وكذا اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المسغرة وفي ظل الأيام التحسيسية للمقاولة وأحياء الأسبوع العالمي للمقاولة إذن سنناقش كل آلية الدعم والمرافقة والتمويل للطلبة الجمعين الحديث أكثر للاستفادة في الموضوع أسعد بصدافة السيد أو دكتور مزياني أمين مدير مركز تطوير المقاولة الجامعة الجزائر ثلاثة أهلا بك سيدي وشكرا تلبية الدعوة شكرا على الاستضافة والتحيير للمشاهدين الكيرا شكرا جزيلا بداية الحديث دكتور مزياني تتحدث عن عمل ونشاط مركز تطوير المقاولة خاصة احتفاء بالأسبوع العالمي للمقاولة شكرا مركز مراكز تطوير المقاولة هو فضاء تم الاستحداثه جديدا في الجامعات الجزائرية وهو شراكة بين وزارة التعليم العالي مع وزارة مؤسسة ناشئة واقتصاد المعرفة هذا الفضاء أو هذه المساحة خاصة عندها ثلاث أهداف رئيسية الهداف الأول هو الأيام التحسيسية يعني تحسيس الطلباء الجامعيين بمهمة المقاولة وكذلك يعني إنشاء المؤسسات المساغرة أو إنشاء مؤسسات الناشئة في الاقتصاد أما المهام الثاني كذلك يتمحور حول المرافقة المرافقة هؤلاء الشباب أو حامل المشاريع أو الطلباء في إنشاء مؤسساتهم في فهم محور مؤسسة وكذلك أهم نقطة في المركز تطوير مقاولتية هو عملية التكوين إذا حصرنا العملية في الهدف الأول هو عملية التحسيس فالمراكز تطوير مقاولتية عندها عدة محاور ممكن تستانيد إليها في عملية التحسيس وإيصال معلومة صحيحة لطلب الجزائرين طلب الجماعات الجزائرية أولتها هو قيام بأيام تحسيسية يعني يفتح مباشرة داخل القاعات أو داخل المطراجات يكونوا مسؤولين تحت المراكز المقاولتية أو مهتمين بالمراكز المقاولتية بصفة عامة ومباشرة يحتكاك مباشر مع الطالب فيه سؤال وجواب وتعريف كذلك فيها يعني ممكن في داخل المعارض خاصة يتم المعارض الحالي في الكتاب هو كذلك فرصة لتعريف بالطور المقاولاتي تعريف بالمهام كخريجي الجامعات تعريف كذلك أو فهم يعني الدور الطالب الجزائري في إنشاء المؤسسات داخل الاقتصاد الجزائري كذلك فيها أيام تحسيسية عبارة عن ممكن عوارشات عمل ويمكن كذلك تكون عبارة ما يسمى بالملتقيات العلمية فالملتقي العلمي عنده شق أكاديمي وشق مهني في شق الأكاديمي ممكن يعني هو أسلوب يمارس الأستاذ الجامع أو الباحث الجزائري في تقييم ما يسمى بالمقاولاتية في الجزائر وكذلك فرصة له كذلك فهم وتعريف بالمقاولاتية للطلباء أو من المهتمين بالمقاولاتية بصفة عامة يعني هذا هو أيام تحسيسية وكذلك فيه أبواب المفتوحة مثلا على سبيل المثال في المركز التطوير المقاولاتي للجزائر وبشراكة مع حضنة أعمال الجزائر فأبواب مفتوحة لجميع الطلباء والخريجي الجامعات لفهمهم الدور التحون لفهم ما هو المقاولاتية كيف يتم عمل التكوين ما هي الإجراءات التي يجب المرور عبرها للوصول إلى ما يسمى المتواجد في الجامعة اللي هو نصدر الوكالة الوطنية ودعم المقاولاتية هو موجود دائما وعنى هو كذلك فأشكش عراك معنا عملية التحسيس نعم نتحدث عن مكانة ريادة الأعمال خاصة في الجانب البيداغوجي في الجامعات حتى التكوين المتخصص أيضا من ناحية العملية الأكاديمية أو عملية تعريف بالمقاولات عندنا طريقين أو أسلوبين داخل الجامعات كلمة يسمى بالتدريس الأكاديمي يعني على عدة مستويات يعني مستوى الليصانس أو مستوى الماستر في السنة الثانية مثلا الليصانس وفي السنة الثالثة كذلك الليصانس وسنة الأولى الماستر نجد بعض المقاييس عندها علاقة مباشرة بالمقاولاتية مثلا نجد مقاييس تحت المسمى المقاولاتية ونجد كذلك ريادة الأعمال اقتصاد المعرفة نجد كذلك تسيير مؤسسة إلى آخر يعني كلها مقاييس يعني على عدة مستويات الملاجم أنت التسويق عدة مقاييس نعم عدة مقاييس يعني المحاور تتكلم حول المقاولاتية وتعريف المقاولاتية والأهداف المقاولاتية هذا ليس فقط كمادة علمية بالنسبة للطالب ولكن يدخل في عملية تحسيس كما قلت أن سيتي للجميع الجزائر بالخروج بفكرة فتح مؤسسات خاصة بهم عبر المقاولاتية وهذا ما يسمى كما تفضلت وسميته التكوين المتخصص هذا التكوين خاص بالمراكز التطوير المقاولاتية لماذا هو تكوين متخصص لماذا هذا التكوين خاص فقط بالمراكز المقاولاتية نعم هو عند استحداث هذا المراكز التطوير المقاولاتية قلنا سابقا بشاركة بين وزارة التعليم العالي مع وزارة مؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة هذا المراكز هو دورها يتم حور في الثلاث النقاط والمرافقة والتحسيس والتكوين من أصحاب المشاريع التي توجه للنازداء اللي هو الوكالة الوطنية للتنمية والدعم المقاولاتية للحصول على الدعم مالي أو إعفاء جبائي يعني يتحصل على أمور إيجابية من خلال الولوج عبر منصة النازداء أو عبر نظام النازداء لكن الفرق بين ما هو موجود حانيا وما هو موجود سابقا سابقا أصحاب المشاريع يمر مباشرة عبر حملية النازداء الآن لا لا النازداء تحولهم للجامعات داخل الجامعات كالمراكز تطوير مقاولاتية الهدف هو تكوين أصحاب المشاريع تقريبا في أربع محاول أساسية بحول أول أساسية المقاولاتية ثم التخطيط المؤسسة على مدار 15 يوم تدريس أو ممكن 1-3 أسابيع تقريبا يتخرج الطالب أو حامل المشاريع حامل المشاريع بفكرة عامة حول المؤسسة وشيء نقصده بالمؤسسة والمحيط الخارجي ثم بعدها يحول مواشرة إلى النازداء التي تكمل إجراءات لاستلام المهام تحتها وهو التمويل ومرافقة أصحاب المشاريع هذا عملية تكوين المتخصص هي أحد الشروط بالنسبة لنازدت لقبول الملف المترشح لتمويل مشروع التعاون نعم جيد طيب المؤسسة الناشئة اليوم أصبحت قاطرة الاقتصاد الوطني وخاصة الدولة خاصة وزارة وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمؤسسات المسغلة التكفل ولمرافقة الطلبة من خلال توفير كل البيئة الملازمة لربما تشجيع روح المقاولاتية في الأواسط الجامعية خاصة نتحدث عن القرار الوزاري 1275 وما وفاره من امتيازات لهؤلاء الطلبة بخصوص بالنسبة لقرار 1275 هذا القرار جاء لا نقول اعتبار ولكن لتثمين الجهود المبدولة بين الوزارتين وزارة التعليم العالي ووزارة مؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المعرفة هذا القرار يصب محوه في ماذا؟ هو تمكين الطالب الجامعي بإنشاء مؤسسات سواء مؤسسات الناشئة أو مؤسسات المصغيرة نركز على مؤسسات الناشئة فالمؤسسات الناشئة عندها خصائص معقدة نوعا ما كين قرنها بعد المؤسسات الكلاسيكية وين السوق مفتوح فالمؤسسات الناشئة عندها جانب تكنولوجي جانب ابتكاري فيه سوق جديد إلى آخر فيه أمور لازم لها غيطاء معين فالقرار 1275 جاء كفرصة ليس فقط للطالب الجامعي ولكن الاقتصاد بصفة عامة بخلق الجو أو مناخ أعمال مناسب لفتح تلك المشاريع يعني التحويل أفكار نظرية أفكار ابتكارية للطالب الجامعيين إلى أفكار عملية هذه الأفكار العملية عبارة عن إنشاء مؤسسات الناشئة من بين المزايا كما تفضلتي أن الطالب الجامعيين في التخرج يمكن استغناء على التخرج الكلاسيكي أو مذاكيرات تربز أو مذاكيرات تخرج ممكن مباشرة بإنشاء مؤسسات الناشئة أو فكرة مشروع مؤسسة الناشئة يتخرج بها هذه النقطة الأولى نقطة ثانية كأن بعض الحاضنات الأعمال هي تمول مباشرة ما يسمى بالبروتوتيب المؤسسة الناشئة نموذج الأولي المؤسسة الناشئة ثالث نقطة كذلك بعد ما تمر عملية لإنشاء المؤسسة الناشئة كان فرصة لبعض الجامعات تعطيهم ما يسمى مكان لتوطين المؤسسة الإنشائية بسعر الرمزي حتى إذا كان ذلك الطالب لا يوجد القدرات المالية يفتح ولا يكري مكان آخر ممكن الجامعة تكره مكان بسعر رمزي جدا فقط كفرصة موجهة لهؤلاء الأصحاب المشاريع المؤسسة الناشئة لتدخل مباشرة في الاقتصاد الجزائري وأهم نقطة في المؤسسة الناشئة ما لاحظنا أنها عبارة عن مؤسسات موجودة في جميع أو في مختلف مجالات الاقتصاد الجزائري ليس موجهة لمجال موحد نجدها في الخدمات نجدها في الإنتاج نجدها في الأمور الصحية الطبيعة إلى آخرها يعني هي عملية للتنويع ما يسمى بالاقتصاد الجزائري شكرا وبالتالي نتحدث أيضا عن برامج تدريب وأيضا مرافقة ومرافقة منسبة الطلبة وهذا عبر مختلف برامج التكوين نتحدث عن برامج التكوين ليس فقط للطلبة الجامعين حتى الأساتذة نعم نعم صحيح برامج التكوين في واجهات الجامعة أو ما يسمى بحاضنة الأعمال أو مراكز التطوير المقاولاتية هو فرصة لتمكن كذلك الأستاذ الجزائري أو الأستاذ الجامعي لتولوج مباشرة بعالم ما يسمى بالمؤسسات الناشئة أو مؤسسات المساغرة هذا التكوين يندرج في إطار السياسة الجزائري وزارة التعليم العالي لتمكن ذلك الأستاذ الجامعي لفهم مؤسسة الناشئة والعمل مع بعض مع الحاضنة أعمال أو مع أصحاب المشاريع لتمكن حامل المشروع بإنشاء مؤسسة الناشئة فعمل التكوين لدينا عدة طرق أو عدة أساليب في التكوين لفهم ما يسمى بيامسي يعني المخطط الأعمال برامج متنوعة برامج متنوعة وحسب الحاجة وحسب التخصص أيضا نعم حسب التخصص نعطيك على سبيل المثال مثلا الجامعات التي عندها تخصصات الاقتصاد تخصصات موجهة للمجال المحاسبي لآخره فعملية التكوين هنا ممكن تستقطب أساتذة آخرين من خارج الجامعات لديهم تخصصات تقنية تخصصات طيبية في الولوج معهم في عملية التكوين وتدريب لفهم بالجانب المالي المؤسسات الناشئة والعملية عكسية كذلك بعض الجامعات التي عندها تخصصات التقنية هي كذلك توفر فضاء لتكوين أساتذة خارج الجامعات يعني عمليات متبادلة فيما بينهم نحن نرجع إلى نقطة مهمة جدا والأكيد دائما ربما الطلبة يتساءل عليها حولها خاصة الطلبة في السنوات الأولى الجامعي ربما كيفية إعداد مشروع ومشروع مذكرات التخرج خاصة للحصول على الشهادة الجامعية واليوم نقول مؤسسة ناشئة نعم من ناحية التخرج قلنا بك سابقا كانت عملية أكاديمية عملية بسيطة وهو إذا كانت تكلمنا على الليسانس فعملية التخرج تنترج في ضمن مذكرات تخرج رسالة تخرج أما من ناحية الماستر كذلك رسالة التخرج الآن تغيرت نوعا ما الآن أصبح لطالب جزائري فرصتين فرصة التخرج في إطار أكاديمي في إطار تخصصي وكذلك فرصة لتخرج في إنشاء مشروع مؤسسة ناشئة ممكن للطالب يسوق مع بعض يعني مذكرة التخرج عادية وفي نفس الوقت إنشاء مؤسسة ناشئة أو يدمجها في نقطة واحدة لهم مؤسسة من الطالب لإعداده هو إعداد يعني خطة معينة في المشروع أول حاجة ما هي الخطة الجانب الإبتكاري أو عفوا ما هو المشروع الجانب الإبتكاري في المشروع لمن يسوق المشروع ثم رابعا ما هو الجانب يعني الاستراتيجية تاعتك من ناحية المالية خامسا هو نموذج الأولي إذا توفرت هذا الشروط فمباشرة يتحصل على ما يسمى بليسونس أو مصر أكاديمي ضيف إلى ذلك إلى شهادة مشروع مبتكر يتخرج بها فهذا فرصة لطالب الجزائري أن الآن الجامعة الجزائرية فتحت عن المحيط الخارجي خاصة المحيط الاقتصادي أصبحت ليست فقط مشروع لتخرج جميعيين أصحاب شهادات ولكن كذلك لتخرج أصحاب شهادات زائد المؤسسات هاتلك المؤسسات سواء كانت مؤسسة ناشئة ابتكارية أو مؤسسات يعني كلاسيكية مؤسسة مصغرة كإضافة للاقتصاد الجزائري إضافة من ناحية الشغل طوضيف الشغل إضافة كذلك من ناحية التنويع في الاقتصاد الجزائري طيب نتحدث أيضا عن آليات ترقية المؤسسات ترتقي بالمستوى الدولي خاصة لو نتحدث أيضا حتى على دور المخابر في هذه العملية نعم هو داخل الجامعات هي عملية متناسقة بين حاظنة الأعمال ورئاسة الجميع أو الكلية كذلك مع المخابر العلمية فبعض لاحظنا في بعض المشاريع يجب أن مرور عبر المخابر العلمية فتلك المخابر كان بعض المخابر عن مخابر تقنية تزويدهم بالتجهيزات والأدوات اللازمة لتطوير أفكار النظرية إلى أفكار ابتكارية فحتى كما صارف وذكرتي حتى الارتقاء إلى مصاف الدولي فالبداية أن عملية المؤسسة الناشئة هي معقدة تحتاج إلى عدة شروط فأول شرط هو الجانب الابتكاري لأن مؤسسة الناشئة يجب أن تحتوي على جونج ابتكاري التكنولوجي الداخل فالمحيط الاقتصادي الجزائري أو المناخ الاقتصادي الجزائري سواء داخل الجامعات سواء خارج الجامعات في المؤسسات خاصة أو عمومية هي كذلك تزود الطالب الجزائري أو تسعى هي كذلك باحتواء تلك الأفكار حتى ترطاقها إلى مستوى لازم يعني عملية متراكة أو عملية متناسقة بين ما هو داخل الجامعة وما هو خارج الجامعة وهذا هو الدور حظنات الأعمال ومساهمتها أيضا في الدفع الاقتصاد الوطني أيضا أكيد هو الدفع المباشر لاقتصاد الوطني عبر تخرج مؤسسات الناشئة هل تلك المؤسسات الناشئة موجودة في مجالات متنوعة ومختلفة تسعى لاستقطاب دور الجامعات في تحفيز ريادة الأعمال عبر إنشاء مؤسسات ناشئة أيضا ودورها أيضا هي الأولى ربما في هذه الحلقة نعم صحيح الآن قلنا بدك القرار 12-75 خلال الجامعة الجزائرية تخرج من العمل الأكاديمي إلى عمل أكاديمي وإنشاء مؤسسات ناشئة ومؤسسات مصغرة أو الانفتاح الكل على محيطه الخارج وبالتالي حتى نرجع إلى ربما تلك الامتيازات التي قدمتها الدولة وقدمها أيضا قطاع لطلبة خاصة أصحاب المؤسسات الناشئة حيث تعزز القطاع حتى بطاقة المقاولة الذاتي أيضا وما تقدم هذه البطاقة من امتيازات للطلبة صحيح نتكلم عن المؤسسات ناشئة وما هو الجديد أو ما هي الأشياء الجديدة بخصوص المؤسسات الناشئة وما هي الامتيازات التي تحصل عليها أصحاب المؤسسات الناشئة أو الامتياز هو ما يدفع الرسوم أو ما يدفع الضرائب لمدة قريبا خمس سنوات في نفس الوقت أن المؤسسات الناشئة يتحصل على ما يسمى بالوسمة أو اللابل للمؤسسة الناشئة يجعله يمارس العمل بكل اريحية داخل الاقتصاد الجزائري وفي نفس الوقت سهولة نحية التمويل نعرف أن المؤسسات الناشئة لديه صندوق خاص صندوق مؤتام وتنمية لمؤسسة الناشئة هذا الصندوق فيها تقريبا التكافل سبعة بنوك عمومية خلقه صندوق خاص فقط بالمؤسسة الناشئة يعني لديه لابل تعمل مؤسسة الناشئة وحيب يفتح المؤسسة الناشئة ممكن يزقون بإمتياز خمس سنوات وممكن توصل إلى عشر سنوات لتنحام الجميع الضرائب هذا من نحية المؤسسات الناشئة أو الستارتوب عدنا ما يسمى بالبطاقة المقاول الذاتي هذه البطاقة المقاول الذاتي أعطت فرصة لشخص كشخص يعني يعمل بكل راحة بدون ما يكون عنده مسؤولية اتجاه فتح المؤسسات بدون ما يكون عنده كموظف داخل مؤسسة أخرى فهو فريلانسر يعبر على النشاط التجاري بكل راحة وبكل سهولة فبطاقة المقاول الذاتي تم استحداثها مؤخرا وحتى تسجيل فيها سهل وبسيط جدا عبر موقع خاص بالمقاول الذاتي يعني أي شخص عنده حرفة عنده نشاط تجاري كان يقوم به سابقا بدون تغطية التأمين وبدون موزا ولا نشاط بصفة رسمية يمكن الولوج لهذا الموقع حيث شروط الأساسية شروط بسيطة يعرف إذا كان العملية التي مارسها تجارية تدخل في نطاقة بطاقة ذاتية ثم يتحصل على البطاقة ذاتية هذه البطاقة المقاول ذاتي تسمح له لكي يدخل في المشاريع وإن كان كشخص لا يستطيع إعتماد رسمي من قبل تجاري لكي يدخل في هذا النشاط فبطاقة المقاول ذاتي سمح للأشخاص يحول النشاط التجاري الحير البسيط إلى النشاط الرسمي يمكن يعتمد عليه في إطار ما يسمى بالتجارة داخل الجزائر جيد نتحط عن نقطة مهمة جدا وهي نقطة التوجيه وهي ربما الحلقة أيضا المهمة عندما نتحدث عن التوجيه نتحدث أيضا عن المواضيع المالية مواضيع التسويق أيضا مواضيع التمويل أيضا داخل الجامعات نعم عملية التوجيه الداخل الجامعات تتم عبر عدة سبل ممكن تستعملها أول كما ذكرنا قلنا بلك عملية تحسيسية هي كذلك عملية توجيه وكذلك ما يسمى عبر تدريس المقاييس المتخصصة في المجال المقاولة فهو توجيه لطالب حتى يتصور عنده أفكار لفتح مشاريع خاصة بهم داخل الجامعات الجزائرية أو الكلية الاقتصاد بصفة عامة في عدة مقاييس أو مواضيع ممكن يتطرق عليهم يعني الأستاذ من بينها التسويق التسويق الدولي المحاسبة إلى آخره من المواضيع هذا المواضيع يعني كما أقول لك مادة أولية بالنسبة للطالب لعملية توجيه في المقاولات صحيح وبالتالي السعي الوزارة خاصة بكل الآليات المستحدثة اليوم إلى إزالة كل العقبات وحتى أيضا تمكين أكبر عدد من الطالبة يعني الطموح في دخول لعالم ريادة الأعمال والوصول إلى الهدف خاصة الذي حقق الذي حدده رئيس الجمهورية والوصول إلى ربما أكثر من عشرين ألف مؤسسة ناشئة في الجزائر صحيح حاليا كل ظروف متاحة بالنسبة لطالب الجامعي خرج الجامعات يعني خرج الحالي أو السابق القديم لفتح المشاريع الخاصة بهم يعني الآن الجميع الجزائرية أصبحت مكان أو فضاء أو مساحة لتمكن هؤلاء الطلبة لفهم إنشغالاتهم من ناحية فتح المشاريع عملية تحسيس عملية تكوين النوعي وتحويله إلى ما يسمى إنشاء مؤسسة مصغراء وإنشاء مؤسسة ناشئة نعم فلذلك نقول لك الآن هذه فرصة سانحة بالنسبة لهم سابقا كان فيهم حتى أنه أيضا مثلا على سبيل المثال وكعينة إنشاء صندوق مخصص لتمويل المؤسسات أو الشركات الناشئة الذي يعد أيضا مبادرة فريدة من نوعها خاصة في القرى الإثريقية وكأول صندوق للاستثمار في المشاريع الواعدة يعني ربما هذا الشيء أو إضافة أو قفزة مهمة جدا ومكسب مهم جدا بالنسبة للقطاع وبالنسبة للطلبة أيضا أكيد هذا يدخل في إطار ما يسمى بالتثمين مناخ الأعمال بالنسبة لمؤسسات الناشئة فتلك المؤسسات تحتاج تمويل خاص بها وقلنا بأن هذه المؤسسات عندها خصائص خاصة بها عكس المؤسسات الكلاسيكية لموجودة في السوق والمجال مفتوح أمن مؤسسة الناشئة فهذا الصندوق موجه فقط لمؤسسات الناشئة لماذا الصندوق خاص بهم لأنها عندها خصائص يعني خاصة الخاصية الأولى التي يحتاجها الاقتصاد الجزائي بالنسبة لتلك المؤسسات أن الوتيرة تتوسع تها ووتيرة متسارعة جدا كنقرنها بعد المؤسسات العادية من القوة التي تتوسع تها وحسب السوق أما المؤسسات ناشئة في السوق خاصة بها يعني المسير المتسارعة فلذلك هذا الصندوق موجه لهم لفهم تلك المؤسسات وتمويلها ومورفقتها ومساندتها لما لا في الاقتصاد الجزائي نعم شكرا جزيلا لكم دكتور مزياني أمينو ذكر مدير مركز تطوير المقاولة من جامعة الجزائر شكرا جزيلا على القبول الدعوة وعلى هذه الاستفادة شكرا جزيلا إذن مشاهدنا فاصل ثم لنا عودة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 كانت الكتابة أو القراءة المطالعة كانت باللغة العربية. باللغة العربية. جيد. أبري بضحكة واحدة منها. كنت مع السيداتية الفرنسية. حتى قلت لي. ما هي نهار كتابة؟. كنت في البيئة ملتم. هي بعد دربت لي في رأسي. قلت أوكي. ما أنا خسر أولو. هيا نجرب ونضرب. بسح ما كانتش عندي إيدي. هكذا أوكي نضرب رواية ولا. وش كنت نضرب. كنت نقول وين هنقدر نوصل بالعربية تاي. كنت نكتب هكا ونحطها مع جنب. نقول كيش نهار كيش إيديت. كانت كتابات عشوائية أم كانت قصص صيانية؟ كانت كتابات عشوائية. مكترية خواطر حواليش هكا. ألغة من بعد. كملت ديت البيئة متى. الحمد لله ديتو بديزنف. إن شاء الله. مرسي. ملتم. قلت أوكي خلي اللهم الأفكار اللي درتها مدهما في رواية. ملتم جتني إيدي خفيفة. بسكو كان الطابع اللي كنت نكتب به كان بكو بلوس عباثي. كما كان ألبر كاميو كما دار دانتي في الكوميديا الإلهياتي أو كنت نتبع هذا الوقت. قلت أوكي ندر حكاية عندها علاقة بانفسام الشخصية. بسكو الوقت كان تراند. صحيح تلك الفترة. نعم 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 كتبت رواية عن طفلة عندها انفيصان في الشخصية. وعندها 12 خسوناليتي سكنين فيها. كانت تحكي على نهارها كيف يعدي. كل نهار. هذا كلمة وحي الخيال. نعم وحي الخيال. نعم نعم. كل نهار تنود بشخصية من زي. بتفكير زي. وتبدأ تحكي هكا. أبخي طلعت للليسي إيتو. كي وصلت دوزيما للليسي. كيف كيف تعودت نفس الاتون تاتيب. نكتب هكا كتابات عشوائية. خليها مع جنب. وكاشنا كيف يفرج ربي. نديره. نزيد كتاب واخذ أخر. وخوابه. يعني بالمقابل كنت تدرسي يعني. نعم. كنت في الطور الثانوي أيضا. نعم. الحمد لله كنت ديما من كلاسي الأولى. الحمد لله. هذا توفيق من عند الله. سبحانه وتعالى. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. نعم. بدأت الكتابات العشوائية لكتاب هذا الدوزيام. في الدوزيام عن الليسي. نعم. كنت نحطها مع جنب. نقول أوكي كاش نهار كيف كيف. كي ديت الباك. نعم. ديت وبدأ زويت. كنت مات تكنيك شيمي. نعم. ألوخ. كي ديت الباك. قلت أوكي خلي نجرب نقعد له شوي. ونبدأ نكتب عليه. نعم. لدي كيف هجيت. أنا وصلت لأسخة تعناج. كي دخلت الليسي. وليت انترسي ياسك بالأسترونومي. إبعا واحدة نهار كنت نقرأ في كتاب. وكنت نقرأ على النجوم. من هنا جاء الحكاية الكتاب هذا. كي دي سيكو. الكتاب اللي نشوفوه في الشاشة. نعم. واخترتي له عنوان لا يزال العالم جميلا. نعم. لدي سيكو. نجوم ونجنرال. كي نشوفوه ما حيكونو توام. زوز ثلاثة. ربعا اكستر. اللي دي جيتني سيكو. أوكي خليني نديرو في سختان ريجيون. كي النجم جاء وحده. أي أبخي هادك النجم. يبقى ديما كي ما نقولو. إحنا يقولو لو أنت منبوذ ولا ملعون. بسكو على الله غير أنت اللي يجيتي وحدك. إحنا كل عنا أخوتنا إيتو. أبخي ديفلوبيت لدي شوية حتى نوصلنا للفكرة هذه. سيكو واحدة النهار. سنرجع ونفصل في هذه الفكرة. لكن هذا بعد. ننتقل بكم مشاهدينا لقسم الأخبار. وموجز لأهم الأنباء من تقديم الزميلة السهيلة. دغمهم صباح النور سهيلة. صباح خير مشاهدينا. موجز إخباري بعد الجنيريك. موجز العشرة من التلفزيون الجزائري. أهلا بكم. المستهل بملفي التعاون. وممثلا لرئيسي الجمهورية. يشارك اليوم زر واشوني الخارجية. والجالية الوطنية بالخارج. أحمد عطاف بالرياض. في القمة العربية الإسلامية الثانية. وتبحث القمة تطورات القضية الفلسطينية. ومستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. كما تندرج مشاركة الجزائر في هذه القمة. ضمن سياق حرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية. وتضامنها المطلق مع الشعبي اللبناني. في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم. في التعاون دائما. حل صباح اليوم وزير الدولة. وزير صناعة المنجمية والجيولوجيا. لجمهورية الكونغو برازافيل بيير أوبا. على رأس وفد هام. وكان في استقباله بمطار الجزائرية الدولي. هو ريب مدين وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب. هذه هي الزيارة تأتي في طاري الجهود المشتركة. الجزائرية الكونغولية الرامية. لتعزيز العلاقة الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين. بموجبية الحركة الأخيرة في سلكي الولاة والولاة المنتدبين. التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تابون. أشرف وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. إبراهيم مراد أمس على تنصيب سعيد أخروف واليا لولاية سكيكدا. بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد مراد على ضرورة وضع انشغالة المواطن في صلب الأولويات. كما أشرف أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. على تنصيب سليم حريزي وليا لولاية خنشلة. بحضور إطارات الولاية والفاعلين المحليين. وبالمناسبة شدد وزير الداخلية على ضرورة مضعفة الجهود من أجل التكفل بانشغالات المواطن. مراد أكد أيضا أن البرنامج التكملي لولاية خنشلة يحظى بمتابعة شخصية من قبل السيد رئيس الجمهورية. الذي يسعى من خلاله لدعم الولاية بمشاريع مهيكلة تسمح باستدراك تأخرها التنموي ورفع جاذبيتها الاقتصادية. وبولاية أدرار تمت مرسم التسليم واستلام المهام بين علي بوغرة ولولاية أدرار والعربي بهلول الذي عين وليا لولاية الوادي. تطويرا لسبوليات تعاون بين الوكالة الجزائرية للترقية الاستثمار والبنك الدولي. استقبل المدير العام للوكالة عمر كاش وفدا عن البنك الدولي على رأسه محمد نادر المدير الإقليمي للإزدهار بإقليمية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الذي ثمن دور الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في تحسين مناخ الاستثمار من خلال مرافقة المستثمرين. تسيدا لمبادرة شتاء دافع انطلقت بولاية جانت قافلة طبية تضامنية إلى كل المناطق النائية لفائدة البدو الرحل. العملية تأتي ضمن المبادرات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري ويتم من خلالها تقدم فحصات طبية شاملة إضافة إلى إعانات تموينية في انتظار تعميم المبادر على كافة المناطق الجنوبية. دوليا الآن وفي تطوراتي الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة ارتقى فجر اليوم عدد من الشهداء والمصابين عندما استهدف طيران الاحتلال نازحين غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. كما ارتقى أمس خمسون شهيدا في مناطق شتى من القطاع برزها مجازر وحشية في جباليا البلد شمالي غزة. منهم ستة وثلاثون شهيدا بينهم خمسة عشر طفلا. وفي مدينة غزة أقدم الاحتلال الصهيوني على إعدام ثلاثة أسرى بعد إطلاق صراحهم. وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رمالة. العملية أصفرت عن إصابة أربعة فلسطينيين. بهذا ناتل ختام الموجز نلقاكم في تمام الحدي عشر بحول الله عودة لزميلة لاميا. شكرا لك سهيلة أهلا بكم مشاهدين أيضا في ساعة ثالثة من عمر البرنامج. ولا زال الحديث في الشق كما قلت في عالم الكتابة والتأليف. ذكر بضيفة الكاتبة رميسا مسيخي كاتبة وطالبة أيضا. كنا نتحدث عن ربما البداية والمحاولات الأولى في الخوض في عالم الكتابة وعالم التأليف أيضا. وربما شكولي كان عنده الفضل في الكتابة والتأليف. لكن قبل هذا مشاهدين ومواكبتان للحدث الثقافي الدولي. سالون السائر الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين. أين تلتحق بنا الزميلة؟ إذن أسمى الناس لترصد لنا أجواء وفعاليات السالون. صباح النور أسماء. صباح الخير. لاميا بالفعل إذن نلقاكم مباشرة من الحدث الثقافي والأدبي الأبرز بالجزائر. من هنا من قصر المعارض تتواصل فعالية سالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين. نقرأ لننتصر هو شعار هذه الطبعة. التي تعرف مشاركة واسعة ومهمة. وكذلك مميزة جدا ونوعية لمختلف الكتاب والنشرين. المتواجدين هنا من مختلف الدول الصديقة. بالطبع هي فرصة كذلك للزوار للتعرف على أبرز الإصدارات والعنوين من مختلف المجالات الثقافية والسياسية والتاريخية والدينية والأدبية كذلك بالطبع. وكذلك تعتبر فرصة للعارضين من 41 دولة للاقتراب من القارئ الجزائري. اليوم نظروا وإياكم واحد من الجناحات المهمة هنا في معرض الكتاب بالجزائر. وهو جناح بلد المليون شاعر. جناح الجمهورية الإسلامية الموريطانية. وأتشرف باستضافة في هذه الصبيحة. السيد بداه المهدي. صباح الخير. صباح النهور. شكرا على تواجدكم معنا. وشكرا على استضافتكم الكريمة. السيد بداه المهدي هو مساعد رئيس اتحاد الناشرين الموريطانيين. ويتواجد هنا بجناح موريطانيا الشقيقة. أستاذ في بداية لتعرفنا بما يحمله هذا الجناح. بأهم الإصدارات وأهم العنوين التي يعرضها جناح موريطانيا في صالون الجزائر الدولي للكتاب. أولا بالنسبة لموريطانيا شاركت المكتب الوطنية. هذا جناح المكتب الوطنية. شاركت ببعض الكتب الأساسية التي توجد ضمن المكتب الوطنية الموريطانية. كتب تراثية تحكي عن موريطانيا وتاريخها. كذلك هناك أساساً اتحاد ناشري الموريطانيين الذي شارك بحوالي 200 عنوان في مختلف المجالات. خصوصاً في ميادين الشريعة الإسلامية في الفقه المالكي الذي هو مشترك بيننا وبينكم. وكذلك هناك مجالات تتعلق بعلوم اللغة العربية. كتب أساسية تتعلق باللغة العربية. وكذلك روائيين موريطانيين شاركنا بإصداراتهم المتميزة. وهناك مختلف المجالات الأخرى. بالطبع لا ننسى أن هناك كذلك ندوات فكرية ثقافية وأدبية يشارك فيها كذلك الكتاب الموريطانيين. أليس كذلك ما هو البرامج التي شاركتم فيها أو الندوات التي كانت لكم فيها مداخلة؟ هناك كتاب وروائيين موريطانيين شاركوا بمحاضرات قيمة. أول أمس شارك كاتبين موريطانيين. ولا زال هناك برنامج يتضمن مشاركات أخرى لكتاب ومبدعين موريطانيين. نعم. ربما بالطبع ولا شك فيه أن الجمهورية العربية الإسلامية، الجمهورية الإسلامية الموريطانية وكذلك الجزائر هم عضوان مهمان من الاتحاد المغاربي. وهذا بالفعل ربما يجعل مشاركتكم هنا في الصالون هو امتداد لهذه العلاقات. علاقات الاتحاد المغاربي أليس كذلك؟ طبعا الاتحاد المغاربي هو فضاء له نفس المشترك. والفضاء المغاربي بالنسبة لنا في موريطانيا نعتبر الجزائر العلاقة التي تربطنا معها علاقة خاصة ومتميزة. خصوصا أن الجزائر دائما تجدها موريطانيا بجنبها في جميع الظروف وجميع المجالات. وقد عملت السلطات السياسية في الفترة الأخيرة على تدعيم هذه العلاقة التي هي في أمس الحاجة إلى خدمة البلدين. هناك ربما بعض العنويين التي تعرضونها هنا في الجناح فيما يخص تاريخ العلاقات أو كذلك ربما حتى تاريخ علاقات بين الجزائر وموريطانيا أو مختلف الدول التي تشكل الاتحاد المغاربي. بالنسبة للدول التي تشكل الاتحاد المغاربي هناك بعض الكتب السياسية التي كتبها كتاب موريطانيون تحكي عن قوة الروابط التي تربط بين الجزائر وموريطانيا وبين مختلف دول المغاربية. أما الثورة الجزائرية فنهتم بها كثيرا وكانت قدوة لجميع شعوب العالم فضلا عن شعوب المغاربية. فهي ثورة فريدة من نوعها استطاع الشعب الجزائري أن يمحو استعمار استيطاني كان شرس لمدة 130 سنة. فقد حقق المعجزة كما يقولون في المنطقة وكان إلهاما لجميع شعوب العالم في الثورات التي تعاني منها الشعوب المظلمة. نعم وبالفعل ثورة التحرير الجزائرية التي يتزامن هذا الصالون وسبعينية الاحتفال بها. هي ثورة ألهمت العديد من الدول وكذلك الشعوب المستعمرة. ولذلك نجد في مختلف الأجنحة ربما عنوين وكتابات حول هذه الثورة. حول ثورة المليون ونصف مليون شهيد. حول ثورة القرن العشرين التي ألهمت العديد من الشعوب كما قلت وكما تفضل السيد. بالحديث كذلك ربما عن نقطة مهمة وجدناها في هذا الكتاب. وهو شغف العودة إلى الكتاب الورقي الذي لا ينقضي به ربما توسع استعمال التكنولوجيا ومختلف وسائل تواصل الاجتماعي. أليس كذلك يبقى للكتاب الورقي ربما نكهة خاصة؟ طبعا بالنسبة للكتاب الورقي يعتبر مهم جدا بالنسبة لأن أي إنسان يحب أن يجد معلومة ذات مصداقية. لذلك لا يمكن في الفترة الحالية أن نقول أن الكتاب الورقي انتهى. فجميع طلاب العلم وجميع الباحثين وجميع الدارسين لا بد لهم من الكتاب الورقي. نلاحظ في هذا المعرض بالذات أن هناك أمهات كتب مهمة تم تحقيقها من طرف باحثين موريتانيين. وجدنا إقبال كبير عليها من طرف الأكاديميين ومن طرف طلاب الدراسات العليا. لذلك يعتبر الكتاب الورقي لا زال له أهميته الكبير. شكرا لك سيدي الكريم على تواجدك معنا. نتمنى لك إقامة طيبة في بلدك الثاني الجزائر. وبالطبع نشكر كل أشقائنا الموريتانيين على هذه المشاركة الفاعلة وكذلك المتنوعة. وحتى النوعية بمختلف الإصدارات والكتب والمفكرين والثقافيين الموريتانيين الحاضرين في هذه الصبيحة. بالطبع لا ننسى أن نضرب موعد لكل مشاهدين الكرام للحضور إلى هنا إلى قصر المعارض والتدول في مختلف أروقة هذا الصالون. صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين. الذي يعرض أكثر من ثلاثمائة ألف عنوان. نعود إلى زميلتي لمية شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك أسمل ناس على هذه المداخلة. كنت معنا مباشرة وفعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب سيلة 2024 في طبعته السابعة والعشرين. نقرأ لننتصر. وعودة في نفس السياق إلى ضيفة رميسة مسيخ الطالبة والكاتبة. إذن رميسة ربما السؤال الموالي. هو التخصص الأول أو الكتاب الأول اللي كتبته أو اللي حاولت أنك تتخصي فيه؟ في ناحية الكتابة كما قلت لك الكتاب الأول كان اللي دي تيره أني نكتب ونشوف وين نقدر نوصل باللغة العربية تيري. كنت نستعمل كلمات ما نعرفهمش. نحاول نبحث على كلمات أصعب ونشوف وش نقدر نخرج منها. كما قلت لك كنت نكتب بكو بلوس أسلوب عبثي. كما تاع ألبر كامير وكما تاع دونتي. كما تاع تاني الأسلوب الريوائي لطريقة لنتحركوا بها من مرحلة لمرحلة في الحكاية خيرتها أغاثا كريستي. بعد ذلك الفكرة جاءت من أنه الوقت هذاك. الحاجة التي كانت منتشرة هي الكتب اللي يحكيوا على الأمراض النفسية وهذه الحويش. كما الكتاب اللي كاسماته وبهت على المتمرد. نعم. نعم. ديت الفكرة من عنده أنه نخيروا موضوع عالم النفس ونجربوا نكتبوا بحكاية. وهكذا جاءت لحكاية الكتاب اللول. جيد. نعم. طيب سنخوض في مجال الكتابة والأدب وعالم الرواية أيضا. يعني روميسا أنت ركي عندك تخصص علمي رياضيات يعني وراكي متفوقة في هذه المادة الصعبة نوعا ما. يعني كيفش كان ربما كيفش جملت ما بين الرياضيات والأدب أيضا؟ نقدر نقول باللي الرياضيات هي حاجة حبيتها من اللي كنت صغيرة والأدب حاجة موهبة. اكتشفتها كي بديت نكبر. كتبك ما كنتش ندير هكا وقت. باللي هذا الوقت لازم نتعلم فيه نكتب ولا هذا الوقت لازم نتعلم فيه نقرأ. كانت حاجة نخرج منها من الطابع العلمي هذاك البحث اللي كنت فيه. كنت كانوا يجيوني فترات وما نكتبش خلاه بدأتا. وكانوا يجيوني فترة ونقعد قدام الوراقية تيها بسوية صنزاري. وكنت ديما نخبي لحواج اللي كتبتها. بسكوا على عبالي باللي يجين هارو نسحقهم. يجين هارو نوظفهم. يجين هارو نحسن فيهم. كنت ساعة نكتب جملة ونخلها تقعد في البيرو شهورة. أعين بعد نرى الكتاب على الشاشة والكتاب هذا الإنجاز الثاني وفي جزئه الأول. نحن نرتقي بيننا الجزء الثاني. حدثين عن هذا الكتاب؟ نعم. كيف وصلت للمرحلة الثانوية؟ جيد. اكتشفت بلي أني عندي ميول كبير للعلم الفلك. نعم. واحدة من نهار كنت في الدار ونقرأ في كتاب على النجوم. قررت حاجة تقول لك بلي النجوم كي يخرجوا. هيخرجوا على شكل توائم. اثنان ثلاثة ربعة إلى آخره. على شكل أعداد زوجيا. نعم. لما أنك علمي ياري مع ذلك. نعم. جاءت الفكرة أنه هيا ندخل بلي في وسطهم كل كين نجم كي جا جا وحده. سيكون عنده طابع كما نقول. نحن خارج على المألوف في البلاسة هذه. باتك قلت دعونا نطور لديه شوي. كي تطورت لديه وصلنا للفكرة هذه. اللي هي أنه واحدة النهار صرت مشكلة بينه وبين هادوكم جماعة. نقدر نقوله قبيلة تقعوه. نعم. هو جاء سيهرب منهم. كي هرب لقى روح ورح يطيح في الأرض. عندما يكون يطيح في الأرض رح ينفجر. يموت هو ويكتل مع هالناس. هنا جاء وحي الخيال. سنكمله في الحكاية هذه. سيكوركيجا لقى جسد دواحد مات. أبخي سكن فيه ولا يعيش به. الحكاية يا دركة وش ولات. أنه هادك سيد ما يقدرش يخرج ويقول. سيد هادا أو مات وانني نجم عايش فيه. وما يقدرش ومالقاش طريقة بها يرجع نجم كما كان. سما دركة هوا قادي يتعامل مع العالم على أساس نجم. عايش في جسد إنسان وما برش كيفا يديه وما برش كيفا يجب يرجع. شو وقتنا في قراءة الكتاب. لكن نربط في نفس السياق. في سياق التأليف والمطالعة والكتب. ننتقل بكم أو إلى موعد ركن على قهوة الصباح من تقديم الزميل فرحات عباس. وهذا في إطار فعاليات صالون الجزائر الدولي. أقول نعم فرحات جلاب. في إطار فعاليات صالون الجزائر الدولي للكتاب. أهلا وسلم بكم إلى هذا الموعد الجديد من هذه الاستضافات التي تكون للفاعلين في الصالون الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين. اليوم ضيفنا من دولة قطر الشقيق للأستاذ صالح غريب. صالح غريب هو فاعل في الثقافة القطرية والعربية. وهو قبل كل شيء ومهتم بجانب التراث. هو لأهمية التجربة القطرية في التراث. ولأنه كرم من قبل صالون الدولي للكتاب في هذه الطبعة. أردنا أن نتحدث معه عن تجربة الحفاظ والاهتمام بالتراث في قطر. وكذلك نتحدث عن قضايا أخرى ومنها صالون الدولي للكتاب وأشياء أخرى. السادة صالح غريب أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سعيد بتواجدي معكم. سعادة نحن بمشاركة القطرية كضيف شرف في هذه المرة. حديثني عن المشاركة القطرية ثم نتحدث عن أشياء أخرى. مشاركة قطر في الصالون الدولي للكتاب حقيقة تأتي ضمن عرض المنجزة الثقافية القطرية. وتقريء وأيضا بناء جسور بين الشعب القطري والجزائري. من خلال تفعيل الاتفاقيات الثقافية الموقعة بين كل من قطر والجزائر. وأن يتم اختيار دولة قطر كضيف شرف في هذه الطبعة. وفي هذا الاحتفاء بمرور سبع عام على التحرير وشهر نوفمبر. وبالتالي فإن سعادتنا تكمن أولا أننا موجودين في الجزائر. أننا نضيف شرف هذه الطبعة. وأنه في احتفالات نوفمبر. ومن هنا فإن الجناح يعكس المنجزة الثقافية القطرية. سواء كان من خلال المطبوعات. من خلال المخطوطات. من خلال الحرف والصناعات الشعبية. إلى جانب ركن الضيافة القطرية التي تعكس ترحيب الشعب القطري بضيوفه. صحيحنا في بلدنا وفي دارنا. لكن حبينا أن نأتي بالقهوة القطرية وبالشاي القطري وبالحلويات القطرية. وأيضا التمر الذي يقدم للضيف عندما يزورنا في مجالسنا. كنا متخوفين أن الشعب الجزائري لن يتذوق طعم القهوة القطرية. لكن وجدنا أن هذا الطعم الذي موجود لأول مرة يستخدمه أو يتذوقه. لكن كثير منهم أحبوا هذا الطعم ويأتون لشرب القهوة والشاي. أيضا أن يكون ضمن البرنامج الثقافي عدد من الفعاليات الثقافية. سواء كان من خلال ورقة حول تجربة قطر في حفظ التراث والهوية. في أيضا جهود دولة قطر في مائة العقب التنوع الثقافي. الحركة المسرحية في دولة قطر. هناك أيضا نايف نهار سوف يتحدث أيضا كمفكر إسلامي. هناك الدكتور أحمد عبد الملك سوف يتحدث عن الرواية القطرية. هناك أمسية شعرية أيضا يقدمها عبد الرحمن الدليمي وأحمد علي الكواري. وهم شعراء من شعراء الفصحة. وهناك تجربة قطر فيما يتعلق بالترجمة من خلال جائزة حمد للترجمة. التي هي تتماشى مع الجوائز الموجودة في دولة قطر كجائزة كتارة للرواية العربية. والتي نبارك لأشقائنا الجزائرين الذين فازوا بهذه الجائزة. وخصوصا الأستاذ الجامعي الذي فاز في مجال النقد. أنا أعتقد هذه الفعاليات وهذا الحضور الكبير حقيقة للجمهور الجزائري. لا تجد لك مكان للمرور من الضغط سواء كان أمس واليوم والأيام الأخرى. لم نجد فراغات حتى نأخذ جولة لنتعرف على بعض الدور الأخرى أو نحتاج إلى شراء كتب. هذا الاهتمام حقيقة الجزائري بالثقافة يمكن أعود إلى محور هذه الدورة نقرأ لننتصر. يعني الانتصار ليس فقط بالسلاح إنما أيضا بالقراءة. جميل جدا هذه الكثافة التي جئتم بها من خلال الفعالية الثقافية أمسيات ومحاضرات. وكذلك قبل هذا الكتاب وجائزة كتارا وكل هذا المفاهيم التي أردتم أن تشاركوها الجزائريين وغير الجزائريين من خلال هذا الفعالية الثقافية في صالون الدولي الكتاب. بسرعة أنتم كرمتم قبل أمسي من قبل صالون الدولي الكتاب. بسرعة ماذا عن هذا التكريم؟ تشوف يعني أنا صدقا لو كنت أعلم بهذا التكريم لأتيت أيضا ببعض الإصطارات التي صدرت سواء كان الحنى زينة المرة في الخليج أو الحكاية الشعبية ونهجها الثقافي. هذه الإصطارات حقيقة إلى جانب الإصطارات الأخرى. لكن تفاجأت أنه قبل يوم من بدء التكريم أنه أنا مكرم. كانت هي مفاجئة من سعادة وزير الثقافة في دولة قطر وكل العاملين في وزارة الثقافة بدءا من سعاد الوزير وسعاد الوكيل ومدير إدارة المكتبات. في أنه حبوا أن يكربوني في هذا المحفل وهذا الضيف الشرف خطر أن أكون ضمن المكرمين من الزملاء في الجزائر. وإن كان مستوي أنا كنت أقل واحد من هذه المستويات التي كرمت معي. لكن أنا كنت سعيد جدا أن أقف معهم وأن أكرم معهم إلى جانب حضور سعادة الوزيرة وحضور سعادة السفير. وهذا الحفل الكبير الذي كان موجود أسعدني وأشعرني بأن الأيام التي كنت ساند فيها الجزائر. أيام ما كنت في الستينات لم تذهب هدر وكانت تكريم في الجزائر وكانت تكريم من الجزائر ومن الشعب الجزائري. إذا كانت كرمتني وزارة ثقافة فإن الشعب الجزائري كرمني بشكل كبير. وبالتالي فإن أن تكرم في محفل بهذا الشكل لا شك أنه أمر طيب وأمر سعيد على الكاتب. من نسبة الحكاية الشعبية وأنت أيضا داخل هذا التراث الذي تعملون عليه في قطر حفاظا على هويتكم وعلى شخصيتكم. هناك الحكاية الشعبية والحكاية الشعبية يبدو أنها تترجم حالة نفسية اجتماعية سياسية ثقافية للإنسان في أي بقعة. صحيح. شوف يمكن لما بدأنا نعمل مشروع الحكاية الشعبية كان هدف طبعا الحكاية الشعبية كانت موجودة وكانت المرأة أو الجدة تروي هذه الحكاية لأحفاظها ولأبناها. عندما بدأ المجتمع يتغير وأتى الخاذمات وأتى المربيات اختفى هذا المشهد في المجتمع القطري فأردنا أن نوثق هذه الحكاية. بدأنا نجمع الحكاية من الراويات الحكاية الشعبية وطبعناها في كتب وتم الاستفادة منها إما في المسرح أو في الإذاعة أو في التلفزيون. إلى جانب طبعا السينما فتجد التلفزيون لما يعرض مسلسل مستمد من الحكاية الشعبية فهو يوصف سالة. الحكاية الشعبية الآن هناك اهتمام كبير فيها أعدنا حتى في مهرجناتنا وفي فعالياتنا عندما نأتي بالراوية والراوي ويسرد الحكاية الشعبية للجمهور الموجود. لا تتخيل الصدى الذي يكون موجود عند هؤلاء الأطفال. هكذا نريد أن نغذي الطفل. أنا لما أذهب أيضا المدارس الحديثة والأجنبية والمدارس الحكومية. عندما نذهب إلى هذه المدارس نلقي عليهم الحكايات ونعرفهم بالتراث الشعبي. البعض منهم يستغرب ولكن عندما يذهب إلى البيت أنا أقول لك أنت أخذت هذه المعلومة اذهب إلى البيت واسأل والدك والدتك جدتك أو أي أن كان من المدارس. دراسة ميدانية. لكي تتعرف أكثر على هذا الأمر. جميل. وبالتالي هو يذهب عندما آتي مرة أخرى يقول لكلامك صحيح. طفل صغير يقول لي أنا راح تسألت عن حكاية اسمها الفسيتشرا. الفسيتشرا هي سمكة عندنا وتعادل سندريلا عند الغرب. الغرب عملها بالشكل تشوفها في سندريلا لكن هي في الخليج موجودة. هي بنت صياد والدها يصيد سمكة الفسيتشرا هذه الفسكرة. ويأتي إلى البيت من أجل أنه يتم تنظيفها. فالسمكة تقول له هديني بأغنيك. يعني تركيني سوف أغنيك. فهما البنت تقوم بإطلاق صراحة وتعود إلى البحر. وتذهب البنت إلى البيت فتعاقبها زوجة أبوها وتحبسها ولا تعطيها أكل. فهي تبدأ تبكي من الجوع فتسمع السمكة وتأتي لها فتقول ماذا بك؟ فتقول أنا لم أأكل كذا فبعد شوية تجيب لها الأكل. فتستغرب مرت الأبو أنه يعني أنا ما أعطيت أكل كيف عاشت. وهكذا يأتي ابن النوخذة اللي هو الربان السفينة اللي كان موجود. فيريد أن يزوج ابنته. فيقوم بالدوران على منازل الأسر في المنطقة. فيذهب إلى البيت هذا. فتقوم زوجة الأب لأنه عندها بنتين أيضا نفس سندريلا. فتضع البنت فيه التنور اللي يصنع فيه الخبز وتضع عليه السفرة والحب وتضع الديك فوق. فيأتي يشاهد البنتين يعني ليست بالجمال الذي يحتاجه ابن النوخذة. فيخرج تخرج السيدة الخطابة فتسمع صوت كوكوكوكو عمتي حمدة في التنور. وعليها الحب منثور. فيريد أن يخرج فيسمع هذا الصوت. فعندما يرجع يزيل الغطا عن التنور. فيجد فتاة موجودة داخل. فعندما ينظفها يجدها بنا فتاة جميلة. فهي التي يختارها ابن النوخذة زوجا. تشوفت البيئة هنا والبيئة عند الغرب الحصان والخزبالات اللي موجودة. لكن هي أرادت أن التراث الشعبي يعني ينقل رسالة ويحاول أن يصل بهذه الرسالة إلى أفراد المشتمع. جميل حضور التراث الشعبي. حكاية شعبية كل أشياء التراث من خلال منظومة تربوية. وهذا التطبيق الذي يجده التلميذ في بيته من خلال هذا التفاعد. ولكن السؤالي بالنسبة للفنون الحديثة. بالنسبة للفنون العاصر. مثلا بالنسبة للرواية. كيف يتفاعل الروائيون وهم يملكون كل هذا التراث وهذا الزخرة. شوف يمكن أيضا من خلال مشروعنا للحكاية الشعبية. الرواة أو الكتاب الرواية بدأوا يستنبطون رواياتهم من خلال الحكاية الشعبية. يعني أنت تعرف الخيال لدى الكاتب في الرواية. لكن لما يقف على أرض صلبة منتجة من مصطلح شعبي تكون وصولها أكثر للمشاهد أو القارة. وبالتالي كثير من الكتابات التي تصر الآن فيما يتعلق بالرواية هي تتناول هذا الأمر. الدكتور أحمد عبد الملك إن شاء الله سيكون موجود في البرنامج الثقافي. وسوف يتحدث عن الرواية القطرية. وكيف من 1993 أول رواية كتبت في قطر إلى أن صدرت رواية الحظان المنافي لأحمد عبد الملك. وبعد ذلك فتحت مسبحة المسبحة وبدأت في معرض الكتاب نوقع ما يقارب من 200 عنوان رواية. لجائزة كتارة للرواية العربية. ليس فقط تأثير على المشهد الثقافي القطري إنما على المشهد الثقافي العربي. في العربي ككل. أستاذ سلح غريب سعدنا كثير أن نحن سعد جدا بهذا الوجود القطري المحبب الجميل. المثقاف المنتمي المحافظ على تراثه. والذي قدم هذه التجربة للجزائرين ومن غير الجزائرين. يفترض أن نتبادل هذه الخبرات والتجارب من أجل انتمائنا العربي الحقيقي. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. يمكن استرجع كاتب جزائري استضافته 2021. فكان يطالب ببناء جسور بين الضفتين. هذا المطلوب. وسبحان الله من 2021 لم يتحقق إلا الآن. فعندما شاهدني في المعرض قالت تذكر اللقاء الذي كان معك في تلك. وطالبت بأنه يكون بين مد جسور. الآن هذا المعرض مد الجسور. لا شك أنه سيفتح لنا أفاق أكثر وأكثر. شكرا لكم. وسعيد بتواجدي معكم. شكرا لك. شكرا لك. على المتابعة نلتقي إن شاء الله. بحاول الله. شكرا لك الزميل فرحات جلاب على هذا الركن الركن على قهوة الصباح. وكانت أيضا كان موضوع عدد اليوم الثقافة والحكاية الشعبية في قطر. إلى فعالية أخرى. ونتقل بكم مباشرة إلى ولاية مستغانم. وفعالية الصالون الدولي للفلاحة فلاحتك تحت شعار التكنولوجيا الحديثة في خدمة الفلاحة. أين يلتحق بنا الزميل مختار مذكور مباشرة. سباح النور مختار. صباحك سعيد. لم يكن المشاهدين الكرام. على كلنا الحدث هنا اقتصادي بامتياز بولاية مستغانم. نحضر بعد دقائق من الآن فعاليات النسخة الثالثة للصالون الفلاحي هنا بولاية مستغانم. بمشاركة مميزة لأزيد من 150 عارضا قادم من مختلف ولاية الوطن. فلاحيين مستطمرين متعاملين بالإضافة إلى تواجد نوعي لأزيد من 20 شركة أغلبها من الدول الأوروبية. تبحث عن موطئ قدم للاستثمار وفرص الاستثمار هنا بالجزائر ككل يحضر معنا في هذا المباشر. سيد بن علي عبدالغاني الأمين العام للمجلس الوطني المشترك للحبوب. بعد التحبك سيدي. كل الأمال معقودة على زراعة الحبوب جنوبنا الكبير بالنظر للوفرة والكميات التربة ونوعية التربة كذلك الموجودة هناك. إلى أي مدى يساهم هكذا صالون في طلب المشاركة والمساهمة في الزراعة الصحراوية؟ أولا نحيي ونقيم كل المجهودات المقامة في إطار تحضير هذا الصالون الجيد مهم وخاصة ويدخل ورق في طريق سيد رئيس الجمهورية. فيما يخص الزراعات الاستراتيجية. وهنا يرانا نشوفه على مستوى ولاية مستغانم هذا الصالون. الذي هناك كل ما هو لازم في إطار تحسين الانتاج. نوعية الانتاج. تقوية المردود. وكيفية الانتاج من مكننا ومدخلات وتطوير الزراعات الاستراتيجية في الجزائر التي يعول عليها كثيرا وخاصة والمساحات الكبيرة التي هي حيز الاستصلاح. نحن نعرف أن كائن مشروع أكثر من 600 ألف هكتار في هذه السنة. ثم سيصل إلى مليون هكتار مستوى الولايات الجنوبية دون نسيان الولايات الشمالية التي تتربع على 3.2 مليون هكتار. خاصة بزراعة استراتيجية منها الحبوب. وهنا العمل التي قامت به الغرفة الفلاحية لولاية مستغانم وكل المرافقين له. جعل من هذه الحقيقة الميدانية تشيد فعلي الذي نراه بقدوم جد كبير من ممثلين والمؤسسات الجزائرية وحتى المؤسسات الخارجية لدعم هذه ورق الطريق. ونحن كذلك قدمنا لأخذ أكثر خبرة وأكثر معلومات فيما هو متواجد. وحتى السيد الوزير الذي شرف بحضره هذا الصالون سيجعل منا قوة كبيرة فيما يخص ورق الطريق. السيد بن علي عبدالغاني الأمين العام للمجلس الوطني المشارك لحبوب. شكرا جزيلا لكم على كل نقلنا لكم جانبا من أشغال هذا الصالون في نسخته الثالثة التي ستنطلق بعد قليل من الآن بإشراف شخصي من وزير الفلاحة والتنمية الريفية سيد يوسف شرفة. السيد يوسف شرفة للإشارة أشار قبل قليل وأعلن عن ضرورة تجهيز وإنجاز أزيد من ثلاثمائة وخمسين مركزا للوسيط للحبوب في كافة ولايات الوطن. وهو من شأنه تعزيز قدرات التخزين لمادة حيوية وصراتيجية وهي الحبوب بنوعيها. العودة إليك لاميا. نعم شكرا جزيلا لك زميل مختار مذكور على هذه المداخلة. أذكر كنت معنا مباشرة من ولاية مستغانم وفعاليات الصالون الدولي للفلاحة فلاحتك وتحت شعار التكنولوجيا الحديدة في خدمة الفلاحة. شكرا جزيلا لكم. وعودة إلى ضيفتي ومجال التأليف والكتابة رميسة مسيخ. كانت عندكم أيضا مشاركة في الصالون الجزائر الدولي للكتاب سيلة 2024. نعم المشاركة هذه كانت أول مرة. شاركت من أقبل في معرض وطني في سكيكدا جويليا 2021. الحاجة التي رأيتها في المعرض الدولي السنة. كأول تجربة. نعم كأول تجربة أنه كي الناس قدي في العمر وأقل مني. كانوا يأتي ويسقسوني يستفسروا على الحكاية. لا كانوا يسقسوني بشكل سطحي. كانوا يطرحوا أسئلة. الأسلوب التي تكتب بها. من استوحيط الكلمات لك. كيف كنت تخدمي. كيف هي بديتي. كنت نرى أمتنا شارين كتب. عندها قيمة. كتب شغل تقرأ العنوان تحهم. تقول شغل كين في بلابنا. حاسب لذلك تلميذ عنده بيول وعنده أيضا ثقافة القراءة وثقافة أيضا حب التعلم وشغف الكتابة أيضا. نعم نعم. جونيت أنا طلبة ليقرأوا معي. كي تشوف ناس كما هما جايينك وضائرين بك ويستقسروا أمام سياء معيشين معي. وعلى بالهم بالحكاية الكتاب بصحة يجيوا ويزيدوا يستفسروا ويزيدوا يستقسروا ويزيدوا يحاوسوا على عبد مشهورين ياسر كما محمود حسنات كان لتم. الدعية هالا سامير كانت لتم. شكونت أنا. كان كاين اللي كاتب المتمرد كان لتم. كانوا كاين شخصيات كبار ياسر. وفي اللحظة دي كاين كنت حاضرة معهم كان إحساس تعالى فخر. مشكل الاحتكاك مع هذه الشخصيات مع كتاب أيضا لآخرين ربما. حتى أنه يزيد فتجربة في مجال الكتابة والرواية أيضا. هما كي تقرأوا ويش كتبوا. ومن بعد ترح تقابلهم شخصيا رح تفهم حرفيا كيف هاداك العبد قدر ينقل الكلام. ونتم تشوف إنعكاس الكتاباتيه هو الفصل اللي يتعامل بها. على كلماته كيف يخيرها. على الطريقة اللي يفكر بها. سم تحس في غير مبلي. الحاجة اللي يكتبها إنعكاس اللي هو كشخص هكا. جيد. طيب في الختام ربما كيف تقيمون البيئة ربما المحفزة للمقرؤية خاصة لدى الناشئة لدى الأطفال أيضا. ربما نرى الأطفال يتوجهوا نحو الألعاب الإلكترونية للألعاب الذكية للواحة الذكية أيضا. نعم. في الجانب هذا نبدأ بالأسرة. نقدر نقوله باللي صغار يشوفوا الوالدين وما قاعدين يديروا. نعم. سمى أنا نشوف الأب تي قاعد يقرأ سنبقى ندخل رأسي نحوز وما قاعد يديروا. سمى الحاجة اللي حابة نوصلها للأولياء أن الحاجة اللي يديرها الدماء ستأثر بطريقة مباشرة على الحاجة اللي يديرها أولادكم. لانك شافك تقرأ هاي هذا الكتاب حتى هو يقرأ. دائما الأولياء هم المرآة العاكسة للأطفال. شكرا جزيلا إن شاء الله المزيد من النجاحات. إذن أميسى مسيخ طالبة وكاتبة أيضا. شكرا جزيلا لكم على الحضور. شكرا جزيلا لكم على الحضور. شكرا رميسى أيضا مشاهدين فاصل ثم لنا عودة. شكرا جزيلا لكم على الحضور. إذن مشاهدنا إلى موضوع آخر ويحضر معنا زميل كريم مرزق وفي إطار التغير أو التحولات الجوية والنشرية الخاصة أيضا للأحوال الجوية نتحدث عن توقعات حالة التقص بالنسبة لأيام القادمة وأيضا تراجع لدرجات الحرارة صباح نور كريم مرزق صباح الخير الأخت لمية صباح الخير لكل المشاهدين معظم ولاية الوطن الشهدات أمطار جد غزيرة ووفيرة تراجع في درجات الحرارة أمطار سجلت بكمبيات جد معتبرة أكثر تفاصيل كريم شكرا الأخت لمية إذن ارتراب جوي كالنشيط الفعالية وعبارة عن منخفض قطعي كان هناك منخفض الأم متواجد ومتمركز حاليا على جنوب إيطاليا هو الذي يوجه لنا تيارات غربية شمالية غربية مطاربة على حوض المتوسط وخاصة الوجهة الوسطى وكذلك الشرقية إذن سلسلة من الاضطرابات الجوية تتوالى على مناطقين الشمالية سحب رعدية مطيرة أمطار جد معتبرة سقطت خلال ليلة الأمس على الوجه الشرقي وكذلك الوسطى بكميات معتبرة فقط 61 مليمتر خلال ليلة الأمس على محطة بيجايا كذلك 44 مليمتر على محطة تيزي وزو 41 مليمتر على محطة دلس بولاية بومردس هنا بالعاصمة فقط الأربعين كذلك على محطة المحطة الأوتوماتيكية بالحراش إذن ولحقت إلى 31 مليمتر والأمطار ستزال في التهاتل خلال أمسية اليوم إن شاء الله هناك تنبيه أخت لمية ساري المفعول مصنف من درجة الثانية على خريطة اليقظة عن كميات بإمكانها أن تصل إلى 80 مليمتر إلى غاية أمسية اليوم السديسة مساء على الخط الرابط ما بين تيبازا البليدا العاصمة كذلك بومردس تيزي وزو بيجايا جيجل سكيكدا عن نابة والطرف إذن كمية الأمطار لشكل زخات رعدية بإمكانها أن تصل إلى 80 مليمتر إلى غاية أمسية اليوم لتحول إلى تنبيه من المساوى الأول بداية من السديسة مساء إن شاء الله إذن عن زخات المطار التي ستتوصل حتى خلال يوم الغد ثلاثة إن شاء الله كما تلاحظون أمطار شكل زخات رعدية ستتواصل كذلك حتى خلال يوم الغد هناك تحسن مؤقت بداية من يوم الأربعة إن شاء الله إذن خلال طيلة نهار يوم الأربعة ستشهد المناطق الشمالية أجواء غائمة كلية على المناطق الشمالية بدون أمطار لكن خلال ليلة الأربعة هناك كذلك اضطراب جوي بداية من الوجهة الغربية سيخص المناطق الساحلية والمرتفعة والهذاب العليا الغربية ليلتحق ليلة الخامس إن شاء الله على الوجهة الوسطى ويوم الجمعة إن شاء الله المقبل سيخص المناطق الشرقية مع تراجع محسوسة لدرجات الحرارة مقارنة بالأيام الفارطة خاصة على الهذاب والمرتفعات هناك إذن تسرب لهواء بارد نسبي سيعمل على تراجع محسوسة لدرجات الحرارة خاصة على الهذاب العليا هنا لا تتعدى 16 درجة على المرتفعات الداخلية وال20 درجة على الوجهة الساحلية بينما استقرار في حال التقصير الإشارة فقط الأختلامية هناك كذلك هبوب رياح قوية خلال أيام القليلة القادمة على الجنوب أين ستعمل على تطايل زوابع رملية في بعض الولايات أفوان الرؤية راديئة إذن يجب أخذ الحيطة والحذر خاصة المستعملية الطرقات والمركبات والمسافات الطويلة خاصة في مثل هذه الظروف الجوية يجب دائما الإقلال في السرعة وكذلك تجنب ترك مسافة الأمان كذلك للسائقين لتفادي حوادث الموت نعم اللهم غيتا نافعا شكرا جزيلا لك كريم مرزوق المشاهدين فاصل ثم لنعودة إلى موعد صباح الرياضي وأنيس مزيان هنا لتقديمه صباح النور أنيس صباح الخير لمياه صباح الخير مشاهدين الكرام جمهورنا الرياضي الكريم في هذه الظروف الجوية الفقرة الرياضية بداية اختتمت أمس البطولة العالمية للمبارزة والتي احتضنتها الباهية وهران من المركب الأولمبي ميلود هدفي القاعة شهدت تتويج منتخب كوريا الجنوبية في تخصص حسب الفرق ذكور في تخصص سيف الحسام بينما كانت المرتبة الأولى حسب الإناث للمنتخب المجري الدورة الدولية عرفت مشاركة عناصر المنتخب الوطني الجزائري في صنفي الذكور والإناث التغطية لسليم هواري منازلات عالمية بين عمالقة الاختصاص كان العنوان الأبرز للأدوار الإقصائية والنهائية للبطولات حسب الفرق حاولت تقديم أفضل ما لدي خاصة وأنها البطولة الأولى في هذا الموسم سعيد بتحقيق هذه الميضالية الاحترافية كانت عنواناً للمنافسة والمستوى كان عالياً جداً في هذه البطولة نسخة رائعة جداً كل شيء كان مميز سعداء بتواجدنا معكم والمشاركة في الحدث العالمي سعيد جداً بتحقيق الميضالية البرونزية المشاركة الجزائرية شق الطريق العمل على المدى البعيد توازياً والعناصر الشاب التي سجلت حضورها في ذل تواجد كبار القوم في رياضة المبارزة يعني فيه انهزامات وكل شيء لكن اخذوها من الجانب الإيجابي اللي راح يدفعهم للأمام باش يزيدوا خدموا انكور بلوس بسك كلهم كما قلت الفريق شاب صغير والأهداف التي عنا هي مسطرة للبؤالان تاغم أبطال عالميون وآخرون أولمبيون كانوا في الموعد برهنوا على علو مستوياتهم فوق البساطة وأكدوا كسب الجزائر لرهان تنظيم واحدة من كبرى التظاهرات العالمية تنظيم يعني كان بروفزيونيل وكل شيء في مكان وتنجم تشوف القاعة يعني حاضرة بالإمكانية الكل والحقيقة كانت من أعلى تراز تنظيم من أعلى مستوى كل ظروف الراحة وفرت لإنجاح هذا الحادث الرياضي الكبير حقيقة استمتعنا بالمشاركة في هذه النسخة أنا كملاحظ معين من الاتحاد الدول المبارزة وقفت على دق الأمور في التنظيم ولقيت استحسين كبير برشة تنظيم مميز استقبال اللاعبين كان في المميز الإقامة الإعاشة حتى للقاعة هذه الجميلة في وهران الباهية الجزائر مرة أخرى تؤكد قوتها في الاحتضان المميز للبطولات الرياضية باختلاف اختصاصاتها في خبر آخر أعيد أمس انتخاب خير الدين برباري على رأس الاتحادية الجزائرية للدراجات لعهدة أولمبية جديدة وهذا خلال أشغال الجمعية الانتخابية التي جرت بمقر اللجنة الأولمبية ببنعكنون أشغال الجمعية عرفت مشاركة 41 عضوا من أصل 51 من بينهم امرأة و31 أعضاء بودلاء في أخبار كرة القدم وضمن بطولة قسم الهوات مجموعة وسط غرب تعادل نجب بنعكنون أمام رائد القبة في دربي عاصمي احتضنه ملعب 20 أوت بالعناصر والتغطية كانت لبيلالبيناري مدعوما بالألاف من عنصاره الذين تنقلوا إلى ملعب 20 أوت رائد القبة ضيع على نفسه فرصة الاقتراب أكثر من المتصدر نجم بنعكنون عندما فرد عليها التعادل في آخر اللحظات المباراة السهلت بدقيقة صمت رحما على روح فقيد الكرة الجزارية رشيد مخلوفي رحمه الله وكانت بدايتها بهذه التزديد من غضبان داخل منطقة العمليات مرت ببضع سنتيمتريات على إطار مرمى الحارس شاوش الفرص كانت شحيحة وهنا الرد من جانب نجم بنعكنون صدها الحارس عمارة رائد القبة وصل الضغط لكنه وجد حارسا في المكان المناسب اسمه شاوش شارف من جانب الرائد ومنع من جانب بنعكنون لم يقدر على فك الشفرة الدفاعية للفريقين لغاية بداية الشوطة الثانية عندما احتسب الحكم بن يحياتي المخالفة المنفذ بإحكام من غضبان والحارس شاوش تجد بوشينة في المكان المناسب يفتت أحباب التسجيل لفريقه كان ذلك في الدقيقة الثالثة والخمسين هدفون جعل المدرب مانع يسارع بإحداث التغييرات وهنا ضيع بوعمام بهذه التسجيل داخل منطقة العمليات كما ضيع بالإعلام هذه التسجيل القوية التي صدها شاوش ثم المتابعة من كرميش فوق إطار المرمى إلى غاية الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضاء عندما تمكن النجم عن طريق البديل الشريطية من معادلة النتيجة تعدل بطعم الفوز لنجم الذي يحافظ على صدارته في مرائد القبة ضيع الفوز في آخر الثواني نبقى دائما مع أخبار قسم الهوات حيث وصل مستقبل الروسات صدارته للمجموعة بعد الفوز على شباب برج مناين بهدفين نظيفين التفاصيل في سياق التقرير التالي في أطوار الجولة التاسعة من القسم الثاني مجموعة شرق ما زال مستقبل الروسات يعزف منفردا لحن السدارة بعد فوزه الأخير على فريق شباب برج منايل بهدفين لسفر الشوط الأول عرف سيطرة مطلقة لفريق الروسات من خلال الضغط على الفريق الضيف بعديد الفرص السانحة لتهديف كهذه الفرصة بتوغل اللاعب جحد وتمريره لللاعب الخير كادت أن تسفر عن افتتاح باب التسجيل الدقيقة الثامنة والعشرون المدافع العرف سفيان يضيع فرصة التهديف بعد ركنية خطيرة الشوط الثاني وصل مستقبل الروسات الهجومات المركزة على مرمى فريق شباب برج منايل أثمرت الهدف الأول من توقيع اللاعب دردوري في الدقيقة الثامنة أشعلت مدرجات ملعب ورغلا بعدها بعشر دقائق ضربت جزاء لفريق مستقبل الروسات إثر عرقلة اللاعب دردوري الذي نفذ راكلة الجزاء موقعا الهدف الثاني والثنائية في المقابلة فوز مهم لفريق مستقبل الروسات يعزز به رصيد نقاطه في صدارة المجموعة الشرقية بارك على فريق الروسات نظر بالفوز تاعه مستحق بالإمكانية تاعه لتاع اللاعبين والتحضير تاعهم في المستوى نحن كنا نأمله باش نديره نتيجة إيجابية الشوط الأول عرفنا كيف نغلقه كل المنافذ على الفريق تعروسات يعني درنا شوط أول ممتاز من ناحية خاصة دفاعية كنا نحاول نعبو على المرتدات الشوط الثاني بقينا في نفس النسق للأسف تلقينا هدف يعني على الخطأ بأخبار قسم الهوات نختم فقرتنا الرياضية وعودة إليك لامير شكرا لك أن يسيدا مشاهدنا بالصباح الرياضي ننهي هذا الموعد الإخباري متبع طيب لبقية برامجنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة